بيبدأ مسلسلنا مع بنت اسمها سونج رونج وهي ركبة طيارة ومتجهة لمدينة شنزون في الصين علشان تحقق حلمها واللي هنعرفه لما تكمل معي يا عزيز المشاهد بس تصبر علي المهم سونج بتكون بتتكلم مع أمها في التليفون وبتكذب عليها وبتفهمها أنها قاعدة في الجنينة وبتتفرج على النهر عادي ولما بتوصل المطار بتتكلم مع ابن عمها واللي اسمه تشونج وبتهزقه لأنه كان المفروض يكون مستنيها في المطار علشان يستقبلها لكنه بيعتذر منها لأنه مشغول جدا ومقدرش ييجي بس وهم بيتكلموا بتلاقي فيه راجل كبير في المطار بيقع على الأرض وبتجري علشان تساعده والناس بتتلم عليه وهنا بيجي عم كوين شو اللي بيعمل اسعافات أولية للراجل الكبير وبيقدر يحدد أن الراجل الكبير ده عنده سكتة دماغية وبيطلب من سونج إنها تساعده وتتصل بالاسعاف لكن سونج بتكون في حتة تانية عزيز المشاهد وصرحانة في عم كوين المهم الإسعاف بتيجي وبياخد الراجل وبيمشوا معاهم عم كوين اللي بيقع منه الألم على الأرض ولما بتشوف سونج الألم بتجري ورا وين عشان تدهوله اللي يعني بتجري ورا عشان الألم يعني المهم بيجي تليفون بعد كده لوين وبيكون زميله في المستشفى وبيطلب منه ويجي بسرعة لأن في عملية جراحية مهمة وبنعرف إن عم كوين ده هو دكتور مخ وأعصاب شطر جدا بعد كده بيروح وين على المستشفى وبتروح تجري سونج على البيت علشان تغير هدومها وبعدها بتجري على شركة اسمها دارين المحاماة واللي بتكون متأخرة على أول يوم تدريب لها هناك ولما بتوصل بتاخدهم المشرفة وبتعرفهم الدنيا تمشي إزاي معاهم في الشركة وبعدها بتوزع المتدربين كل واحد هيروح يتدرب في مكان على المحاماة وبتعرفهم إن واحد بس من خمس متدربين هو اللي هيتعين في الشركة لو نجح في مكان التدريب بتاعه وبتوزع عليهم الأماكن اللي هيروحوا فيها وبيكون من نصيب سونج قسمة حل النزاعات في مستشفى اسمها يونجي ولما باقي المتدربين بيعرفوا كده بيسخروا منها لإن المكان ده بيكون صحب جدا وفي مشاكل كتير هنعرفها بعدين يا عزيزي بس تتابع معايا بعدها بنشوف سونج لما بتروح بيتها الجديد وبيعجبها جدا وبتتكلم مع ابن عمها علشان تشكره إنه عرف يأجر لها البيت ده وهو بيعتذر لها تاني إنه مجاش يستقبلها في المطار بعدها بتاع المنتج بينقل بين المشهد وبنشوف عود قصب أه قصدي بنت جميلة جدا نازلة من عربية آخر موديل وشكلها غنية جدا وبتتصل بسونج وبتكون صاحبتها واللي اسمها تشينج وبيقبلوا بعضه وهاتك يا سلام وترحاب وبتكون جايبالها مستلزمات البيت كله ومن ضمنها بطة علشان تحطها في الحمام يا سلام ما تقومت جيبلي بطة يا عزيزي المشاهد أنت كمان ولا هي أحسن مني يعني المهم بعدها تشينج بتاخد سونج وبتلاف بيها في المدينة علشان تعرفها عليها يعني وتفسحها وبنشوف الدكتور وين وهو بيطبخ وبيعمل أحلى طبقين أكل واللي بيكون طبق ليه وطبق للكلب بتاعه وبنرجع لسونج وصحبتها وهما بيتكلموا وتشينج بتديها حظازة علشان تجلب لها حبيب يعني وبتسألها لو ما عندهاش حبيب كده ولا كده وبتسرح سونج شوية وبتفكر الدكتور وين وبتقول لها مفيش ولسه كنا بنجيب سيرة الدكتور بنلاقيه جنبهم وبيمشي الكلب بتاعه بعدها بتروح سونج مع صحبتها محلة علشان يأكله ولما بيخرجوا بيلقوا الكلب بتاع وين وبيخافوا منه وبيوقع الأكل منهم ولما بيجي الدكتور بيعتذر ليهم على اللي حصل بس البنتين بيكونوا في حتة تانية ولما بيفوقوا بتحاول تشينج إنها تاخد الرقم بتاع الدكتور علشان تديل صحبتها سونج لكنه بيرفض وبيحاسبهم على الأكل وبيمشي تاني يوم الصبح بتوصل صونج المستشفى علشان تبدأ شغل هناك والمدير بيعرفها على طبيعة الشغل واللي هي إنها مسؤولة عن حل النزاعات بين المرضى والدكاترة وبيقول لها يعني مثلا شايف الراجل العجوز اللي هناك ده مشكلته إنه فاكر إن الدكتور اللي كان بيعالجه أهمل معاه وعايزه يعتذر له لكن الدكتور شايف إنه مغلطش معاه في حاجة وإنه كتاب له على خروج مبكر لإن صحته بقى التمام وهنا بقى المشكلة ودورك بقى إنك تحليها بينهم بعدها بتروح صونج للدكتور اللي عامل المشكلة مع المريض واللي بيطلع الدكتور وين ولما بتشوفه مش بتكون عارفة اسمه فلما بتسأله بينكر وبيعمل نفسه واحد تاني علشان مش فاضلها بس بعدها بتعرف من اللوحة اللي على الجدار إنه هو ده الدكتور وين وبتروح له علشان تعرف منه طبيعة المشكلة لكنه مش بيرضى يساعدها في حاجة وبيفهمها قد إيه هو مشغول ومش فاضل حاجة زي كده وإنه ما عندوش وقت غير للمرضى بس بعدها بتعمل صونج نفسها مريضة وبتحجز معاد مع الدكتور وين في العيادة علشان تلاقي وقت تتكلم معاه فيه لكنه بيتدايق أكتر وبيرفض يساعدها برضو بعدها بتقابل صونج ممرضة وبتعرف منها قد إيه الدكتور وين ده شاطر ومحبوب من كل البنات وإنه بيكون مشغول على طول بسبب المرضى وإن اللي عملته النهاردة لما حاجزت معاد لتكشف عنده علشان تتكلم معاه دي حاجة هو بيتدايق منها جدا فبتفكر صونج في الاعتذار منه بعدها وبنشوف وين وهو بيتكلم مع عمه اللي اسمه وين رانج وبيشتكيله إن جده الأكبر الغني جدا كان متخنق معاه وبنعرف إن رانج ده فتح مكتبة وعيش لوحده لإنه مش حابب يعتمد على عيلته الغنية بنشوف بعد كده وين وهو واقف عند شجرة وبيفتكر ذكرياته لما كان صغير مع صاحبته اللي كان بيحبها وبيقضي وقت كبير معاها بس للأسف البنت دي كانت مضطرة تمشي مع عيلتها وتسيبه لكن هو وعدها إنه هيستنها عند الشجرة دي لغاية ما ترجع وبالفعل ده اللي كان بيعمله وين كل يوم في حياته وفجأة والدنيا بتشتي بيبص وين وبيلاقي بنت وقفة مستنية تحت الشجرة وبيفتكر إنها هي دي صاحبته إنها رجعت تاني زي ما وعدته ولما بيروح لها بيعرف إنها سونج فبيمشي وهي بتحاول تعتذر منه على اللي حصل لكن مش بيهتم بس لما بتقوله على اسمها بيقف وبيعرف إنها هي دي البنت اللي كان مستنيها واللي كانت صاحبته وبيروح يحضنها من الفرحة لكن هي بتكون مش فاهمة أي حاجة بس هو بيحاول يعرف منها هي لسه فاكرة زي ما هو فاكرها ولا لأ لكن هي بتكون مش فاكرة أي حاجة خالص وده بيخليه تضايق بعدها بتزيبه وبتمشي وبنشوفه بعد كده هو بيتدرب مع ابنة عمها على البوكس وفي نفس الوقت بيكون بيفكر فيها بعد كده بتروح سونج للمطعم بتاع صاحبتها وبتكون مزهولة لإن المطعم بيكون فاخر من الآخر يعني وبتتكلم مع صاحبتها وبعد شوية أسئلة من تشينج فسونج بتقر وبتعترف بكل حاجة حصلت لها في يومها وبتحكي لها كمان على إن شغلها طلع صعب جدا وكمان بتحكي لها على اللي حصل لها مع الدكتور وين وقد إيه هو شخص غريب لكن صاحبتها تشينج بتقول لها إن ممكن يكون القدر هو اللي جمعكم على كده كمان بتحاول ترفع من معنوياتها شوية لإن سونج بتكون حزينة بعد كده لما بتروح سونج بتحاول إنها تشجع نفسها علشان تكمل في الشغل تاني وتفتكر أبوها وخلاص بتقول نفسها أنا هبقى أحسن والدنيا مش هتعرف تغلبني بتلاقي إن النور قطع عليها يعني صباح النحس بنشوف بعدها الدكتور وين اللي قاعد يتكلم مع ابنة عمها وبيحاول يفهم منه معلومات عن سونج وبيسأله هي في حد في حياتها ولا لأ وابنة عمها بيقوله لأ دي مقطوعة من شجرة وبيجيله اتصال وبيكون من سونج اللي بتقوله يجي يلحقها علشان النور قطع عندها ومش عارفة تتصرف بيوصل لها ابنة عمها البيت بعد كده ولما بتفتح في الضلمة بتاخده في الحضن هتسألني مين يا عزيزي هقولك أيوة هو ده بتاخد الدكتور وين بالحضن قال لا يعني مش شايفة شغل بنات بصحيح يعني لو ابن عمك هتحضنيه برضو المهم بتتوتر بعدها وبيروح ابنة عمها يصلح النور وهم قاعدين وابنة عمها بيقولهم أنا نزل أجيب حاجات علشان يفضلهم الجاوي يعني الله عليك يا ابني لا راجل بصحيح المهم وسونج بتتكلم مع وين بتعرف ان هو صاحب الشقة دي وان ابنة عمها مقاجر الشقة منه ووين بيستغل الموقف وبيطلب منها انها تسجل رقم تليفونه علشان لو احتاجت حاجة بس هي بتقوله لأ خلاص مفيش داعي لكن عمك وين بيكون عايز ياخد رقم تليفونها بأي طريقة فبيقول لها انت مش كنت عايز يحلل مشكلة المريض اللي فيه بيني وبينه نزاعدة خلاص انا هعملك ملخص كده يساعدك في شغلك وكمان هعملك تقرير مفصل فسونجي بتفرح جدا بكده بس بيقول لها هاتي رقمك بقى عشان ابعتولك على الواتس يا ابنيل ايه يا دكتور انه صياد ماهر يا جورج واول ما بينزل من هنا بيبعت لها رسالة انها لو حابة تاخد التقرير يبقى تقابل بكرة الصبح في الجنينة وبالفعل بتروح للصبح علشان تاخد التقرير لكنه بيكون جايب لها دوم رياضية وبيقول لها يلا نجري شوية وبعديها اديك التقرير فبتتدايق سونجي من كده بس اشطى بتروح معاه وهاتك يا جاري يمين وشمال على شوية ذكريات من الماضي وبيخلصه جاري بس سونجي بتكون اتقطع نفسها يعني وبتقوله يلا بقى اديني التقرير لكنه بيقول لها انا قلت هديك التقرير بس مقلتش امتا ده انت راجل غلص غلاسة يا جدع وبيكمل ويقول لها ايه رأيك تجربي يوم كدكتورة معاية علشان تعرفي احنا بنتعب قدقية وبتوافق علشان تاخد التقرير بس بعد كده بيقف كبير الاطباء يسأل عن حلول بعض امراض الجهاز العصبي لكن محدش بيعرف وحتى ابن عم سونج مش بيعرف يجاو لكن سونج نفسها بتقول حل مبتكر والكل بيستغرب وبعدها بيبدأوا يسخروا منها لما عرفوا انها من قسم المحاماء المختص بحل النزاعات بعد كده وهم ماشيين بنشوف دكتورة جميلة جدا وبيكون اسمها تشين شو يرحمكم الله وبتعرف سونج ان تشين دي دكتورة نكحة جدا ومشهورة زيها زي الدكتور وين بالزبط وبتروح تشين تتكلم مع وين وبيبان عليها انها عرفة كويس وحفظة طباعه بعد كده بيكملوا الجولة بتاعتهم وبيزوروا المرضى وبتتفاجئ سونج بان وين بيجاوب على اسئلة المرضى كلهم بنفس الاجابة وده لان اغلب اسئلتهم بتكون مكررة بعدها بنروح للاختة شينج صاحبة سونج واللي بيكون المطعم بتاعها شغال الله ينور لدرجة انها بتحاول تحط كراسي من عندها على باب المكتبة اللي جنبها لكن بتلاقي صاحب المكتبة موجود جوه وقافل على نفسه وبيبعت لها جواب من تحت الباب وبيقول لها انه رافض فكرة الكراسي بنشوف سونج اللي قاعدة تتغدى مع وين وبتحاول تسأله عن التقرير لكنه كالعادة بيتوه في الكلام وكل ده علشان تفضل معه بس ولسه بيتكلمه بيجيله تليفون انه لازم يروح غرفة العمليات حالاً ولما بنرجع لتشينج بنلاقي انها نفذت اللي في دماغها برضو وحطت الكراسي لكن صاحب المكتبة خرج علشان يزعق لها واللي بيكون رانج عم الدكتور وين الراجل بيحاول يفهم تشينج بالزوء انه ماينفعش كده وانها تشيل الكراسي لكن راسها وقالف سيف ما يحصل فبيقوم طلع الكلب بتاعه وحطه قدام المكتبة فالزبين كلهم خافوا جريوا من المكان ودت تشينجي كلمتين كده باللغة الكورية الفصحة في جنابها لكنها مافهمتش حاجة علشان شكلها غبية أصلاً بعدها بتتقابل سونج مع تشينج وكل واحدة بتقعد تشتكل التانية على اللي حصل لها في يومها وبتعرف سونج من شينج ان التقم الرياضي والجزمة اللي وين جابهم ليها دول حاجة ندرة جداً ومش أي حد بيعرف يجيبهم بتحس بعدها سونج بانه وين بيحاول يعملها كويس فبتروح علشان تعتذر منه لكنه بيكون في غرفة العمليات وبيطول جوه شويتين فبتقعد سونج تستنى انه يخرج لدرجة انها بتنم من كتر الانتظار ولما بيخرج الدكتور وين أخيراً بيلاقي ان سونج قاعدة نايمة من كتر انتظارها ليه فبيفتكر شوية ذكريات ليها وهي صغيرة وانها كانت بتنام كده على طول فبيروح يقعد جنبها وينم شوية هو كمان بعد شوية بيجي ابن عمها وبيشوفهم وهم نايمين زي العصافير كده فبيقوم مصورهم ويمشي ولما بيصحوا بتتوتر سونج وبعدها بتطلب من وين انهم يروح ياكلوا في أي مكان لانه طول اليوم كان في غرفة العمليات وبالفعل بيروحوا مطعم تشينج صاحبتها بيكون سعيدة بشغلها لانها بتحاول ما تعتمدش على عيلتها وابوها لغني خالص وبعدها بتحجز تشينج لسونج وين ترابيزة حلوة كده وبيقعدوا يتكلموا وهي بتسألوا عن ازاي هو بيستحمل شغله كده وبيقعد يشرح لها وبيعرفها عن جراحة المخ وكمان بيحاول يقرفها من الاكل لكنها بتكون جعانة فمش بيهمها وبتاكل عادي ولما بيكلوا الاتنين بيلاقوا ان الاكل وحش جدا وحامي قوي كمان بس مش بيقدروا يتكلموا علشان تشينج ما تزعلش ان اكلها وحش قوي بس عمك وين بيكون في حتة تانية خالص وبيقعد يفتكر لما كانوا صغيرين وهي جات واكلت من الاكل الحامي علشان تشجعه مع انها مش بتحب تاكل حامي اصلا بعد شوية بيدي وين الجاكت بتاعه لسونج علشان اتجاوه بقى ساقعة وبيمشوا لكنهم ماشيين بيلاقوا المريض اللي في بينه وبين الدكتور وين مشكلة وهو قاعد ياكل فبتسأله صونج ازاي هو قاعد ياكل كده برا المستشفى هو مش كان عامل اضراب عن الاكل فبيفهمها وين انه هو اللي بيبعت له الاكل في السر مع ابن عمها علشان ياكل مع انه وين عارف ان سبب المشكلة دي هي المريض ده وانه مالوش زم بس هو حاب بيقعد في المستشفى علشان مفيش مكان تاني يروح له وعلشان كده بيعمل اضراب ولما بتروح صونج البيت بتحاول تكتب التقرير بنفسها وبتبعته لدكتور وين علشان يراجعوا وبيقول لها تمام وانا كمان زبطتلك في شوية حاجات وبعدتهولك وبيخلص معاها وبيقول لها نمي بدري يلا وتصبحي على خير فبترده وتقوله تصبح على خير وانت كمان عزيزي المشاهد تصبح على خير ايه ده انت ما صدقت ولا ايه اصبر معايا نخلص الملخص وبعدها نم برحتك تاني يوم الصبح لما بتوصل صونج المستشفى بتلاقي ان كل الموجودين بيبصوا عليها وبتكلموا عليها كمان وبتكون مستغربة ايه سبب كده وبعد شوية بتحاول تعرف ايه اللي مخلي المكان كله يتكلم عليها فبتحاول تلمع اكر وبتعرف من الممرضات ان الصورة بتاعتها هي وين انتشرت على النت فبتروح لبنعمها وبتبهدله لان كده هو الوحيد اللي اكيد نشر الصورة دي بس بيشرح له وبيقول انه مبرح بالليل لما كان رايح يبعت الاكل للمريض زي كل مرة اكتشفت ممرضة انه بيهرب له الاكل في السر فعلشان يغطي على الموضوع بعت لها صور لدكتور وين وبالغلط بعد صورتهم كمان بعدها بتروح سونج لدكتور وين علشان يتصرف في حكاية الصورة الانتشرت دي لان الناس كلهم كده افتكروا ان فيه علاقة بينهم كمان بتقول لوين انه لازم يشرح للناس ان ما فيش اي حاجة بينهم ولازم يكون فيه مسافة في علاقتهم هي مجرد محامية وهو دكتور مش اكتر فبيتدايق وين من كلامها بس بيتطر انه يوافق بيطلع بعدها وين وبيروح للممرضات علشان يتكلم بخصوص الصورة الانتشرت دي وبيقولهم انه كان بيحب سونج من ايام الطفولة وانه ما زال بيحبها وكان مستنيها المدة طويلة فكل الممرضات بيفهموا من كلامه انه كده بيهزر وانه ما فيش علاقة بينه وبين سونج في الحقيقة على الرغم انه بكده كان بيقول الحقيقة لكنها جات بالعكس معاهم وبعد كده وسونج ماشية في المستشفى بتلاقي الراجل المريض اللي عنده مشكلة مع الدكتور وين ده وهو بيجي له اتصال من واحد وبيطلب منه انه يقابله برا المستشفى ولما بيوصل هناك بيلاقي الشخص ده وبيتكلم معاه وبتكون سونج كل ده بترقبه وبتسمع الراجل ده وهو بيحول يقنع المريض انه يسيب المستشفى ويروح عنده في العيادة بتاعته وانه هناك عنده سرير مريحة جدا وعناية عالية وكل ده بمقابل بسيط وطبعا كل ده بيكون كده والراجل ده بيحول ينصب على المريض علشان ياخد منه فلوس وخلاص بس بيقدر يقنع المريض وبياخده وبيمشه علشان يوري المكان فسونج بتركب عربية وبتروح وراهم علشان تعرف اللي بيحصل بيروح بينا بعد كده بتاع المونتاج لسوبر ماركت واللي بنلاقي تشينج هناك بتشتري شوية حاجات وبتسمع الزباين اللي كانوا عندها وهم هناك بيتكلموا عن أكلها وان أكلها وحش جدا بس هم بيروحوا بس علشان ياخدوا الفلوس اللي بتدفع لهم ولما بتسمع كده تشينج بتزعق لهم وبتحاول تفهم إذا ده حصل وبيكون رانج قاعد هناك بياكل وبيفهمها إن معنى كده إن أبوها هو اللي بيدفع للزباين علشان تروح تاكل عندها فبتتدايق تشينج جدا وبتصل بأبوها علشان تقوله على الكلام ده ولما بنرجع لسونج بنلاقي إنها وصلت لمكان العيادة اللي رحل على المريض وبتكون شكلها وحش جدا وما فيهاش رعاية ولا حاجة فبتقعد تصور المكان لكن الراجل صاحب العيادة ده بيكتشفها وبيطلب إنها تديله التليفون اللي صورت بيه لكن وقتها بيجي لها اتصال من وين وبتطلع تجري من المكان وبنشوف تشينج اللي بترجع المطعم تاني لكن بتكون حزينة جدا بسبب اللي حصل وكمان بعد ما أبوها هزدقها فبتذكر وبتحاول تطلب من حبيبها إنه يجي يقف معها في الموقف ده لكنه بينفض له فبتتدايق تشينج أكتر وبتذكر أكتر وبتقعد تهبت في جدار المحل عندها لغاية ما بتكسره وبتدخل على مكتبة رانج اللي بيجي وبيتدايق منها بس هي بتقعد طلوم في نفسها وتشتكيله فبيحاول يهديها شوية بس مفيش فايدة بعد كده بنشوف الدكتور وين وهو متدايق جدا من سونج بعد ما حكيت له اللي حصل معاها وحكيت له عن العيادة اللي لقيتها دي ولما بتسأله إنت إيه اللي مدايقك فبيقولها إنه كان خايف عليها جدا لإنه كان ممكن يحصل لها حاجة هناك وبيجي اتصال لسونج من رانج بعدها علشان تيجي تلحق صاحبتها ولما بيوصلوا هناك بتاخد سونج صاحبتها وبتوصلها لبيت وبيكون معاها وين بس للأسف وهو واقف بيساعد تشينج بترجع على هدومه وبيضطر إنه يغير ويستحمى هناك بعد شوية بتتكلم سونج معاه وبتقوله قد إيه هي فشلة وإنها كل ما بتحاول تنجح مش بتعرف توصل لحاجة لكن هو بيقولها إنها شطرة جدا وإنها شايفة نفسها غلط مش أكتر وكلامه ده بيأثر فيها جدا لإنه أول حد يقولها كده وهم واقفين يتكلموا بتكون تشينج وقعت على الأرض فبتطلب من وين إنه يجيب لها هدوم من الدولاب لكن وقتها أمه سونج بتتصل وتشينج بتفتح عليها بالغلط فبتضطر سونج إنها تخبي وين جوة الدولاب علشان أمها ما تشفهوش لكن لما بترد على أمها أمها بتشك إن فيه راجل عندها في البيت فوين بيخبي ويشه وأمها بتشوف جسمه بس فبتحسب إنها واحدة صاحبتها وبيعدي الموقف بس أم سونج بتطلب منها إنها تشرح لها كم حاجة كده في مادة الإنجليزي وسونج بتقعد تفهمها وفي الوقت ده بيكون الدكتور وين اتخانق من الحبسة في الدولاب بس مش بيرضى يخرج علشان أم سونج ما تعرفش ويسبب لها مشكلة وفين وفين لما سونج بتخلص المكالمة وبتفتكر الراجل اللي كان هيخلل ده في الدولاب ولما بتفتح عليه بيكون مش قادر يقوم لإنه راجله نملت من الحبسة ولسه بيطلع ياخد نفسه شوية بيخبط الباب وبيكون ابن عمها اللي بيتفاجئ لما بيشوف الدكتور وين باللبس اللي هو لبسه ده بعدها بينزل وين مع ابن عم سونج علشان يوصله بالعربية وبيتكلمه عن سونج ووين بيعرف إن سونج عاملة قيمة بمواصفات الراجل اللي ممكن تحبه ووين بيطلب ياخد القيمة دي من ابن عمها علشان يشوف المواصفات دي تنطبق عليه ولا لأ ولما ابن عمها بيقوله لأ بينزله من العربية تاني يوم الصبح بتسحى سونج وبتحضر الفطر ليها والصحبتها وبتنزل الشغل وهي في العربية بتقرأ على النت عن سعر كراسي المستشفى اللي الراجل المريض هيشتريها من الراجل النصام اللي كان بيحول يقنعه بيها وبيكون سعر الكراسي ده غلي جداً فوق العادة لما بتوصل سونج المستشفى بيكون ده وقت الجالسة اللي هيتكلم فيها المريض مع الدكتور وين علشان يفضوا نزاع اللي بينهم والمريض بيصر على كلامه وبيطلب ان المستشفى ترجع له فلوسه لكن الدكتور وين بيحاول يفهم المريض انه عنده ورن في المخ وانه شخصه صحه ومفيش اي خطأ من عنده لكن المريض مش بيقتنع بكلامه رغم ان سونج بتحاول تدافع عن وين برضه بس مفيش فايدة وقتها بيجي اتصال لوين وبيكون مريض تاني حابب يشكره على علاجه ليه وبيقدم له وشاح من الحرير هدية بعد شوية بتشوف سونج المريض وهو قاعد بيتكلم مع الراجل بتاع السرير فبتتكلم سونج مع المريض وبتحاول تقنعه تاني او تفهمه ان موضوع السرير ده نصبه وانه مفيش سرير بالسعر ده لكن الراجل بيتدايق من كلامها وبيصر على موقفه برضه ولما بتحاول تقنعه انه عنده ورم ولازم يفضل في المستشفى بدل ما يشتري سرير ويتنصب عليه بيرفض الراجل وبيقولها حتى لو تنصب عليه هيكون راضي لان الراجل اللي بيحاول يقنعه ده هو ابنه اصلا وبيصيبها وبيمشي وبنشوف تشينج بعد ما بتصحى من النوم وبتكون خايفة تروح المطعم بتاعها لايكون مفيش حد من الزبين عندها بس لما بتوصل بتكتشف ان مفيش حد فعلا من الزبين جيه لكن الاكتر من كده ان شركة النقل كانت بتاخد الكراسي بتاعت المكان وبيقفلوا المطعم بتاعها لان ابوها امر بكده فبتتضايق اكتر ومن سوق حظ البيت دي بتلاقي رسالة ان حبيبها موجود في قتيل ولما بتروح هناك بتلاقيه مع واحدة تانية من اللي كانوا شغالين عندها في المطعم في نفس الوقت والمكان بيكون رانج قاعد مستني واحد تابع دار نشر علشان يشوف الكتاب اللي مقلفه يمكن يرضى ينشره عنده لكن للأسف بتاع دار النشر ده بيقعد يسخر من كتاب رانج وبيرفض انه ينشره كمان بيقوله ان كتابك ده قديم ومش مواكب العصر بتاعنا يعني بيهزقوا من الآخر لو رحنا على النحية التانية هنلاقي تشينج وهي بتاخد دورها في التهذيق هي كمان من حبيبها اللي بيقول لها انه مش بيحبها اصلا وانه كان معاها بس علشان فلوس ابوها مش كده وبس لأ بيكمل وبيقول لها انها واحدة فشلة وغبية وشوح لها بيده كده يا باشا طبعا تشينج بتزعل من الكلام ده وبتعيط بس يعيني حتى لما يد تحاول تضربه بكوباية الميا الكوباية اندلقت عليها هي وشكلها بقى مصخرة وكل ده ورنجي كان شايفها ومتدايق بعدها رح مهزق الراجل بتاع دار النشر وراح ورا حبيب تشينج وقفل عليه باب الفندق ورجع تاني لتشينج اللي كانت قاعدة بتعيط وشكلها يصعب تصدق؟ انا كمان الدمعة هتنزل من عيني يا عزيزي المشاهد لكن لو عملت لايك واشتراك في القناة مفيش دمعة تنزل ولا حاجة المهم بيحاول الرنجي انه يخفف عن تشينج شوية وبيديها الجاكت بتاعه ولما بتسأله مين اللي عدك كده فبيقول لها لا ابدا ده اللي عدني كان كلب بس واسمه تشينج بنروح بعد كده لوين اللي بيدور على سونج لكن مش بيلاقيها بس لما بيلاقي اللابتوب بتاعها بيعرف انها راحت المكان اللي كانت ايلاله عليه بتاع العيادة وبتاع المونتاج بيوفر علينا المشوار وبينقلنا هناك علشان نشوف سونج وهي بتدخل القوضة بتاعة مكان تدفع الفلوس في العيادة علشان تبوزها قبل ما الراجل النصاب ده ياخد فلوس المرضى مش بس كده لا دي بتتكلم في الميكروفون وبتعرف المرضى ان العيادة دي نصابين ولو حد دفع فلوس هيدحك عليه بيدور الراجل ده مع رجالته على سونج ولما بيلاقيها بياخدها ويحبسها في قوضة وبيكونها يضربها لكن في اخر لحظة بيكون وين وصل وبيقدر انه ياخد الضربة مكانها لانها عرضت نفسها للخطر من غير ما تقوله وانها المفروض تخلي نفسها في امور شغلها بس مش اكتر بس هي بتزعل من كلامه ده وبتقوله طيب انت ليه مش بتخلي نفسك في امور شغلك بس وإلا خلك تيجي وراي وتنقذني كمان وبتسأله انا ابقى بالنسبة لك ايه عشان تعمل كل ده بس مش بيعرف يجاوب عليها ولغاية ما هو يفكر في اجابة بنشوف رانجل بيكون زعلان بسبب اللي سمع من الراجل بتعضر النشر لكن تشينج بتقعد تتكلم معاه وكمان بتقوله ان كتابه شكله حلو وبيعجبها بعد كده بنعرف ان الراجل المريض بيحصله نزيف في المخ وبيحتاج عملية فورا فبيروح وين بسرعة علشان يلحقه وبتقلق سونج على المريض ده جدا وبتفضل مستنية برا غرفة العمليات وبعد ما بيعملوله العملية بيقدر وين انه يوقف النزيف بتاع المخ ولما بيخرج بيلاقي ان سونج لسه واقفة مستنياه فبيطلب منها انها تروح خلاص وتطمن لان المريض بقى في العناية المركزة دلوقتي بعدها لما بتروح سونج البيت بتقابل صاحبتها اللي بتحاول تعمل لها اكل لكن بتولع الدنيا وسونج بتلحقها وبيقعدوا ياكلوا مع بعض لكن سونج بتكون حزينة وحاسة بالزنب تجاه المريض ده بس تشينج بتحاول تخافف عنها وبتعرفها انها عملت اللي عليها واللي حصل ده بسبب اهمال المريض كمان بتحكيلها على اللي حصل مع حبيبها وانه طلع خاين تاني يوم الصبح بتروح سونج علشان تجري شوية وهناك بتقابل وين اللي بيجري معاها وبعدها بيتكلموا شوية وبيكون خلاص هيعترف لها بحبه لكنه بيرجع في اخر لحظة بعد كده بتروح سونج علشان تشتري حاجات للمريض وبيروح معاها وين وبتقعد تشتري له اكل ومناديل وحاجات المستشفى يعني بينتقل بينا المشهد بعد كده على تشينج مع ابوها وامها وهي بتتعارك معاهم لانها بتكون حبة تعتمد على نفسها بدون مساعدتهم لكن ابوها بيقول لها انه بيصرف عليها فلوس كتير عايزة ايه تاني فبتتدايق اكتر وبتقطع الفيزا بتاعتها وبترمي مفتاح العربية وبتمشي بنشوف بعدها رانج وهو بيتمرن وبيجي له اتصال من دار نشر وبيعرف منهم انه ممكن ينشروا الكتاب بتاعه لكن لو دفع ليهم فلوس بما انه غني فبيزع الرانج هو كمان من اللي سمعه وهو في طريقه على العجلة بيلاقي تشينج اللي بتكون تعبت من كتر الماشي لانها ثابت عربيتها وما بقاش معاها اي فلوس فهي اول ما بتشوفه بتفتكره انه هو ده بقى الفارس اللي على حصان وجاي ينقزها لكنه بيرفض اصلا يساعدها فبتسر عليه وبتركب وراه العجلة علشان يوصلها لكن شرط المرور بيوقفهم وبيطلب منهم غرامة بس تشينج مش بيكون معاها فلوس تدفع اصلا فبتتحيل على رانج انه يدفع وبيدفع في الاخر وبتقوله كمل جميلك بقى ووصلني لكن الراجل بيجيب اخره منها وبيسيب لها العجلة وبيروح هو ويركب تكس بنروح نشوف سونج اللي بتكون قاعدة جنب المريض وبتحضر له الحاجات اللي جبتهاله وبعدها بتتكلم معاه وبتفاهمه انها من هنا ورايح هتكون زي بنته وهتهتم بيه وبيسمعها وانه بيتأثر بكلامها لكن هي مش بتشوفه بتوصل تشينج اخيرا عند مطعمها بعد ماشي كتير وبتكون جعانة جدا فبتقعد تاكل الاكل بتاع رانج اللي كان قاعد يتفرج عليها وهو مزهول منها بس بيسيبها تاكل لما بيتأكد انها مش معاها فلوس تاني يوم بتروح سونج للاجتماع اللي عاملها المشرفة بتاعت تدريبها في الشغل تابع شركة دارين وبيكون كل المتدربين هناك على الغداء وكل واحد فيهم بيتكلم عن انجازاته في الشغل اللي حققها لكن لما بيجي الدور على سونج مش بتلاقي حاجة تقولها لانها محققتش اي انجاز لغاية دلوقتي وبتكون سونج محبطة جدا بسبب كده وبيكملوا المتدربين الاحتفال لكن واحدة منهم بتروح وبترخم على سونج اكتر لانها مش شطرة زيهم فبتتدايق سونج وبتسكر بعدها ولما بتشوف وين بتجري عليه وبتحدنه وهو بيكون متفاجئ من اللي بيحصل بعد كده بيوصل وين سونج بالعربية وهي بتقوله انه شخص نجح جدا وانها سعيدة انها معاه وطبعا كل ده وهي بتكون سكرانة على الآخر لدرجة انها بتنم في السكة وبيضطر وين انه يروحها البيت تاني يوم الصبح لما بتسحى سونج بتقعد تشتم في نفسها لما بتفتكر اللي عملته مبارح بالليل لما سكرت وبتنزل تروح على الشغل لكن لما بتجي تطلب القهوة بتلاقي ان في حد حاسب لها خلاص ولما بتروح تطلب اكل بتلاقي ان نفس الشخص ده دفع لها وبيكون سايب لها رسالة انه جارها الجديد حتى لما بتركب التاكسي بيكون دفع لها فبتستغرب جدا وبتقول صاحبتها على كده بعدها بتقابل وين وبتحاول تعتذر منه على اللي حصل مبارح وبتقوله ان ده حصل لانها كانت سكرانة بس لكن هو مش بيصدقها وبيقولها انها كانت في وعيها يعني مش سكرانة قوي وقت ما حضنته وبيقعد يجرها في الكلام وبتكون خلاصها تعترف انها بتحبه لكن بتنسك نفسها في الآخر بيكتشفوا بعد كده ان المريض فاء وطالب انه يشوفهم فبيرحولوا وبيحتفلوا معاه وبيطلب منهم انهم يتصوروا كلهم مع بعض وده اللي بيحصل والدنيا بتبتدي تحلو السونج حتى وهي ماشية بيجي لها رسالة من المشرفة بتاعتها بتقول فيها انها نسيت تقول لها انها نجحت في اول شهر ليها بامتياز بالليل لما بتروح سونج البيت بتاعها وهي طالعة من الأسانسير فجأة النور بيقطع وبتخاف كمان بتلاقي سنديق جنب الباب بتاعها وبتعرف انها للراجل جارها الجديد اللي كان بيتفعلها من اول النهار ولما بتفتح السنديق دي بتلاقي هيكل عظمي وبتخاف سونج جدا وبتجري على شاقتها وبتصل بصاحبتها بسرعة يمكن تيجي تلحقها وتشينج بتطمنها وبتقول لها انا جاي هو بس نزلي لتحت فبتطلع سونج عشان تركب الأسانسير فجأة سمعت صوت وفكرت انه حرامي وطلعت علشان تضربه بس لما النور بينور تاني بتلاقيه وين وبيطلع ساكن في الشقة اللي جنبها بتوصل تشينج صاحبتها وبتشوفهم سوا وبتقول لها ده اكيد القدر اللي جمعكم لما بيقعدوا في البيت سونج بتسأل وين إيه اللي خليه نقل فجأة هنا فبيقول لها أصله قريب من المستشفى بس طبعا ده مش صح لأن المستشفى بعيدة جدا عن السكن ده وتشينج بتقول لسونج انه وين شكله بيتلكك وانه بيحبها ونقل هنا علشان خطيرها وشوية وعلاقتهم هتتطور وتبقى حب بس طبعا هي مش بتصدقها لكن بنعرف ان اللي كان بيسيب الأكل والملاحظات لسونج هو وين بترجع سونج شاقتها مع صاحبتها اللي بتحاول تقنعها انه وين بيحبها وانه شوية وهتلاقيه بيتحجج علشان ياكل معاها ويروح معاها الشغل حتى بتقول لها ان كل اللقاءات اللي حصلت بينهم مستحيل تكون صدفة وانه وين شكله يعرفها قبل كده وبكرة تقول شينج قالت بيناموا اللي اتنين بس سونج بتفضل تفكر في كلام صاحبتها وتاني يوم بتخرج سونج علشان تروح الشغل وبتقابل وين اللي بيطلب منها يروح الشغل سوا حتى انه بيروح معاها الشغل بالباص رغم ان عنده عربية مش بيرضى يروح بيها طبعا فرصة يتلزق في الجو بيوصلوا اخيرا للشغل وين بيطلب من سونج تفطر معاه فبتفكر كلام صاحبتها وبترفض بسرعة انها تروح معاه بتقابل سونج ابن عمها شين اللي بيقول لها انه تقابل في المسابقة اللي هتكون بين المستشفيات وبيعرفها انه وين هيكون معاهم فيها بنشوف وين وهو مع المدير وبيعرفوا انه هو وتشو وتشينج هيكونوا سوا في الفريق بتوصل سونج عندها وبيطلب منها المدير تكمل اجراءات المسابقة مع وين لانها هتكون المسؤولة عن الفريق واي مشكلة قانونية تحصل فيه وين بيستغل الفرصة وبيحاول يقرب منها بس هي بتهرب منه وبتقوله ان معادر سعف القانون بدأ لكنه بيطلب منها تمشي وراه هو شغال لانه مش فاضي يقعد معاها بنشوف تشينج وهي رايحة للرنج علشان ترجع له فلوسه وبتسأله عن وين لو بيحب حد علشان سونج صاحبتها بتفكر فيه هو طبعا مش بيقولها على حاجة بس بيتصل على وين وبيقوله انه سونج بعد تتشينج علشان تعرف لو عنده حبيبة هو طبعا بيفرح لانه بيعرف انها مهتمة بيه بنشوف وين وهو رايح لبيت جدته علشان يتطمن عليها وبيعرفها ان رنج بقى عنده حبيبة علشان تبطل تتصل بيه بس هي بتكلم رنج وبتهنيه ان عنده حبيبة لكن رنج بيستحلف لوين لانه كذب على جدته بالليل وين بياخد كلبه علشان يمشيه وبعد شوية بيرجعه للبيت بس الكلب بيخبط سونج اللي بتكون لسه خرجة من شاقتها بيتخض عليها وين وبيصمم انه ياخدها للمستشفى وبيتصل على تشينج علشان تجهز له قط الاشاعة وبيوصلوا الاتنين للمستشفى وبتستغرب تشينج انه مع سونج بيعمل وين الاشاعة لسونج وبتكون كويسة جدا لكنه بيكذب عليها وبيقولها ان هي محتاجة متابعة ولازم هو اللي يعتني بيها بس هي بترفض وبترجع لبيت وبتقوله انها كويسة سونج بتوصل البيت ومعاها وين لكنها لما بتفتح الباب بتلاقي القفل الكهرابي بايز فبتسأل وين لو معا نسخة من المفتاح بس هو بيكذب وبيقول لا وبيقول لها تيجي تنام في شاقته بدل ما تنام في الشارع وهي بتضطر تقبل لان الوقت تأخر ومحدش موجودة علشان يصلح القفل بتسأل سونج نفسها لو فعلا وين بيحبها لانه مهتم بيها وفجأة بيدخل عليها وين وبيعترف لها بحبه وهي بتكون مصدومة وتاني يوم سونج بتسحى من النوم وبيطلع انه كان حلم وبتعتب نفسها لانها حلمت بوين بتطلع بعدها تشوف وين لو في الشقة ومش بتلاقيه فبتخرج من الشقة وبتتفاجئ بيه قدامها وبيعرفها انه صلح لها الباب وبعدها بيديها الرقم السري الجديد بتدخل سونج شاقتها وبتكون متوترة من قرب وين اززايد ليها وفي عزم هي بتفكر فيه بتلاقي الباب بيخبط وبيطلع انه وين وبيكون جايب معاه اكل لانه عارف ان تلاجة سونج فاضية بيقعد وين يجهز لها الفطار وهي بتكون محرجة منه وبتقوله انها لازم تدفع تمن الاكل معاه بس هو مش بيقبل لكنه بيطلب منها تفطر معاه كل يوم وبكده تكون سددت تمن الاكل بيقعده بعدها يفطره وسونج بتكون متوترة ولما وين بيحاول يقرب منها علشان يتطمن على جرحها بتمنعه بس وين بيشك فيها وبيسألها لو هي خايفة منه لكنها بتقوله انها مش خايفة منه فبيقولها يبقى اكيد بتحبيني وهي طبعا بتنكر لكنه بيقولها لو عايزة تتأكدي من مشارك ليا هتمر بخمس مراحل الاولى انك تنكري الحب والتانية الغضب السريع والتالتة انك تحاولي ما تبينيش انك مهتمة الرابعة بقى الغيرة اما الاخيرة هتعرفيها بعدين بتروح بعد كده سونج تقابل تشينج في مطعمها وبتسألها لو وصلت لصديقها القديم بانج بس هي بتقولها محدش لسه بعت لها رسائل علشان تعرف لان سونج نزلت منشور بتدور فيه على بانج اللي هو اصلا وين بس ما تعرفش بنشوف بعد كده وين وهو بيتأمل في جمجومة سونج وجمال جمجومة سونج وبيقفشه بنعمها اللي بيسأله بتعمل ايه فبيقوله شفت الجمال بعدها بينتبه النشين فبيقوله امشي عمل الابحاث اللي عليك وين بيكون في مكتبه وبتروح له سونج تديله الاوراق اللي هتعلمه منها الحقوق اللي ليه كطبيب واللي عليه كمان بيروح بعدها علشان يتابع المرضى بتوعه وسونج بتكون وراه وبيلاحظ انها بتبصله باعجاب وهي لما بتاخد بالها انه شافها بتتحارج وبتسيب له الورق وعليمه لحظة علشان يركز على النقط المهمة بتقابل سونج في طريقها تشوف وبتديها هي كمان الاوراق بتاعتها نروح لتشينج اللي بتكون شغالة في مطعمها وبتلاقي ان الميوان خلصت فبتروح تطلب من رنج ان يساعدها علشان يجيبوا ميوان من السوق بيروح رنج معاها بعد ما بتلح عليه علشان يخلص من صداعها بنشوفهم وهم في السوق وتشينج مش بتبقى عارفة تفرق بين الميوان فرنج بيشتري بدلها الميوان اللي هتطبخ بيها وبيعلمها ازاي تفرق بين التاجر الشريف والتاجر الغشاش بيرجعوا بعدها للمطعم وهم في الطريق تشينج بتوعد رنج انها ترجع له فلوسه بمجرد ما مطعمها يشتغل بس هو بيقول لها موت يا حمار شكلها موت قبل ما شوف اليوم ده بالليل سونج ووين بيتقابله علشان سونج تختبره لو حفظ القانون وين بيكون حفظه فعلا لدرجة ان سونج نفسها بتستغرب منه هو طبعا بيقول لها مدام حفظت زي ما طلبتي لازم تكافئيني فبتقوله معاك لحد بكرة علشان تفكر عايز جايزة ايه بيرجعوا لاتنين بيتهم وهما مبسوطين وبيفكروا في بعض تاني يوم بتروح سونج الشغل بس بتلاحظ ان وين مش موجود بعدها بتعرف انه في رحلة عمل من ابن عمها وبيكون سايب لها رسالة معاه وبيطلب منها في الرسالة انها تهتم بكلبه بترجع سونج البيت بالليل وبتروح لشقة وين وبتأكل الكلب بعدها بتاخده تفسحه والكلب بيجريها لحد ما بيقطع نفسها وبيكون وين واقف من بعيد ومرائب اللي بيحصل بترجع سونج البيت بالكلب بس بتتفاجئ ان وين رجع فبتتخض منه لانها ما شافتوش لانه كان بياخد شاور تاني يوم في المستشفى بنشوف فريق وين متجمع علشان المسابقة بس بنعرف ان واحد من المشتركين هيغيب وهو تسوق والمسابقة بتكون تاني يوم ومش لقين حد مكانه فبيقترح وين ان سونج تاخد مكانه لانها من فريقهم طبعا بترفض الاول بس مع اسرار وين عليها بتوافق بيروحوا بعدها مطعم تشينج علشان يحضروا للمسابقة هناك وطبعا وين بيكون مركز مع سونج علشان يحفظها اللي هتقوله بيظهر ان تشو متضايقة من قرب وين لسونج وشكلها كده بتحبه بينام الكل من الارهاق فبياخد وين الجاكت بتاعه بيغطي بي سونج وبيفضل يتملى في جمالها وهي نايمة بس تشو بتشوفهم وبتحس بالغيرة اكتر من سونج بس بتفضل عاملة نفسها نايمة تاني يوم بتكون المسابقة وبنشوف سونج وهي متوترة بس وين بيطمنها بعدها بيطلعوا علشان دورهم جيه وبعد ما بيجاوبوا كل الاسئلة بتعلن اللجنة فوزهم وبتسلمهم الكاس وبتطلب منهم صورة اسكرية بس الصحافة بتطلب من وين وتشو صورة سوى لوحدهم الكل وقتها بيتكلم قد ايه هم حلوين ولايقين على بعض بتزعل سونج من كلامهم وبتمشي من على المسرح بتروح سونج بعدها تشتري اكل بس في طريقها للبيت بتلاقي اتنين معاهم كلب وين فبتصورهم وبتروح بعدها تطلبهم بالكلب وبتعرفهم انها صورتهم وهتبلغ عنهم فبيسلمولها الكلب وبتاخد سونج الكلب وبترجعه لوين وبتعدبه لانه سب كلبه لكن سونج بتتفاجئ ان كلب وين اصلا معاه وبيطلع ان ده كلب شكله فبتقول لوين خد انت الكلب بقى تصرف معاه لاني مليش فيهم بالليل بنشوف سونج وهي بتجاهز نفسها للنوم وبتجيلها رسالة من وين اللي بيعرفها انه لقى صاحب الكلب وطلع يتعشى معاه وبيقوله انه بيشكرها لانها لحقته من ايدينا بيسيب لها الفطار على بابها وبينزل الشغل بيوصل وين وتشوف في نفس الوقت للمستشفى وتشوف بتعرف وين ان المستشفى صرف يطلقهم مكافأة علشان فزوا في المسابقة بتقترح تشوع عليه انهم يعملوا بيها مخيم ويطلعوا يتفسحوا بيسمعهم تسوق اللي المفروض كان يشترك معاهم في المسابقة وبيطلب منهم يروح معاهم المخيم على حسابه فبيوافق وين علشان سان مرات سوء تتفسح معاهم بس لما بيعرضوا الموضوع على سونج بترفض تروح معاهم كمان وين بيستغرب من معاملتها ليه لانها بتتعمد تتجهله وتشو لما بتشوفوا مهتم بيها بتتدايق وبتمشي بيروح وين يتكلم مع سونج علشان يعرف مالها وليه بتعملوا كده لكن هي بتقولوا انهم مجرد زملاء وعلاقتهم لازم تكون بحدود بنشوف تشينج وهي بتوزع اعلانات علشان الناس تروح تاكل في مطعمها بس محدش بيعبرها وبياخد الاعلان فبتروح لرنج تسأله تعمل ايه علشان تكذب الناس للمطعم وبتطلب منه انه يجي معاها ويعمل نفسه عميل علشان الناس تدخل بس هو بيخليها بزكاء وتشتري منه كتب اقتصاد ولما بترجع المطعم بيهم المساعد بتاعها بيقول لها هو مش المفروض انك انت اللي كنت هتبعيله بس تحصل العكس وضحك عليك وخلاك تشتري منه لكن وين بيروح لتشينج في المطعم وبيطلب منها خدمة بنعرف ان الخدمة دي هي انها تشرف على اكلهم في المخيم لكن بيكون في شرط واحد ان سونج تروح معاهم فبتروح تشينج لسونج وبتترجعها تروح معاها علشان تكسب فلوس وكمان هي مضت على العقد اللي بيكون لاغي لو هي مرحتش بنشوفهم سوا وهم في العربية وبيكون تسو جاي بمراته سين وسونج جاي مع تشينج وابن عمها وكمان رنج بيروح معاهم علشان خاطر وين بيوصلوا اخيرا لمكان التخيم ووين بيعرفهم انهم هيتجمعوا على العشا وباقي اليوم اللي حابب يعمل حاجة يعملها طبعا وين بيحاول يتقرب من سونج طول الوقت وتشو بتكون مرقباهم بس سونج بتقفل عليه الطريق وبتتهرب منه بيلعبوا بعدها بالطيارات وبتكون تشو مع وين اللي كانت لسه هتعترف له بحبها بس هو بيسيبها وبيروح لسونج اللي لما بتحس انه بيتقرب منها تاني بتهرب بسرعة كل واحد منهم بيروح يجهز خمته والباقي بيجهز الاكل وبنشوف رنج وهو بيطبخه بتكون تشينج مبهورة بيه لانه بيعرف يعمل حاجات كتير وبتطلب منه يعلمها الطبخ حتى انها بتعرف انه كان بيعزف جتار زمان علشان يجيب منه فلوس بيتجمع الكل على العشا وبيكونوا مبسوطين وبيبدأوا يلعبوا لعبة الاسئلة وكل واحد بيكتب سؤال التاني وبنعرف انه تشينج كتب سؤال لرنج والسؤال بيكون لو حبه قبل كده بس رنج بيرفض يجاوب على السؤال ده اما سؤال وين لو كان في حد من اللي قاعدين بيحبه فبيقول ايوة ومحدش بيعرف مين بس تسو بيقول لهم اكيد تشو لانهم ليقين على بعض بس وين بينكر انها تشو وانه مش هيقول هي مين بيروح الكل ينام وبيكون البنات مع بعض في خيمة والشباب مع بعض في خيمة وبنلاقي ان سونج لسه صحية بتفكر في كلام وين ليها لما طلب منها انها تقابله عند الشجرة اللي جانب الشط لانه عايز يقولها على حاجة فبتيجي تخرج وتشو بتنادي عليها وبتطلب منها تخرج معاها بيطلعوا الاتنين يتمشوا بس تشو بتقع ورجليها بتتلوي فبتقولها سونج تفضل هنا على ما تنادي حد يساعدهم لان مش معها تليفون لكن تشو بتقولها تستنى لان هي عايزة تعترف لها بحاجة بتقولها تشو ان هي بتهتم بوين لانها تعرفه من زمان وخايف انه يختفي من حياتها لكن سونج بتطمنها وبتقول لها ان الليلة اللي بيظهر فيها أمارين اللي بنحبهم مش بيختفه بنرجع في لاشبك لما سونج كانت صغيرة وباباها مات ووين كان بيوسيها وهي قالت له ان باباها قال لها لو مات في ليلة فيها أمارين مش هيتنسي أبدا فبياخدها وين وبيعمل لها أمر تاني من الكرتون علشان يفرحها وبنشوف وين وهو مستني عند الشجرة وعمل لها نفس الأمر بس بيجي له اتصال من شين بيقوله ان سونج وتشو مش موجودين الكل بيروح يدور عليهم بس تشو بتكون لسه ما خلصتش كلامها مع سونج اللي بتعترف لها قبل ما يلاقوهم انها بتحب وين وبتطلب منها ما توقفش في طريق حبهم بعدها بيوصلوا عندهم وبيساعدوهم علشان يخرجوا بس سونج بترفض تمسك ايد وين اللي بيستغرب من تصرفها بعد ما بيخرجوا تشو بيروح وين ورا سونج وبيسألها فيه ايه فبتقوله مفيش حاجة وان الوضع طبيعي وان المفروض يكون في بينهم حدود اكتر من كده وبتطلب منه ما يقربش منها تاني تاني يوم في المستشفى بتوصل تشو وهي متشيكة علشان تقابل وين اللي بتروح تعزمه على الغدى بس بيرفض لكنها لما بتقوله ان الموضوع بخصوص سونج بيوافق يروح معاها بيكون شين سامعهم وبيروح يقول لسونج اللي بتطلب منه يقول لها اسم المطعم ايه وهو هتعزمه فيه بتروح سونج فعلا وبتلاقيهم قاعدين سوا فبتقول لشين يدخل يطلب اللي هو عايزه وهي هتحاسب بس لما بتشوف تشو وهي بتقرب من وين بتغير وبتمشي وتسيب شين اما تشو لما وين بيسألها كانت هتقوله ايه عن سونج بتكذب عليه وبتقوله انها طلبت منها يبعد عنها لانها بتحب شخص تاني وبتقوله انها بتحبه من وقت ما كانه في الجامعة حتى انها دخلت الكسم بتاعه علشانه مخصوص لكن وين بيقول لها انه بيحترمها كزميلة لكنه مش بيحبها بنشوف شين الغالبان بعد ما نزلت له الفاتورة ويتفاجئ انه سونج سابته ومشيت فليه بس هو فيها بيروح وين لسونج بعد العشاء وبيسألها هي بتحب مين وبتهرب منه ليه فبتقوله انها مش بتهرب منه لكنها مش عايزة تكون عزول بينه وبين تشوه لانه بيحبها بس هو بيقول لها ان مش تشوه اللي بيحبها وازاك يفهم بقى انا بحب مين يعني فهمي يا غابية وخلينا نخلص تاني يوم مامة سونج وخليتها بيروحوا لشين المستشفى وبيتفاجئوا بسونج هناك فمامتها بتنهار وبيغم عليها ولما بتفوق سونج بتكذب عليها وبتقول لها انها دكتورة هنا بتاخدها سونج وبترجع بيها بيتها بس قبل ما تدخلها بتشيل كل الكتب الخاصة بالمحامات علشان ما تتقفش بتدخل بعد كده مامتها الشقة وبتنبهر من جمالها ومن سعرها كمان لانه رخيص جدا بالمقارنة مع اسعار الايجار اللي موجودة بس لما بتعرف انها شقت وين الواد بيحلو في عينيها وبتقول في نفسها هو ده العريس اللي ينفع بنتي كمان بتفرح لما تعرف انه جار بنتها وبيطبخ لها ساعات وبيجيب لها الطلبات يعني من الاخر بيقول لك انا العريس المثال حد يلاقي كده ويقول لأ طبعا خالتها بتطمن منه انه مش مرتبط وهو بيطمنها انه لسه سنجل فبتقول الخالة لاختها يا عريس من دا يا بلاش بتحاول سنج تقنع مامتها ترجع استراليا بس بتقول لها ابدا امال مين ياخد باله منك ويشقط العريس انا قاعدة هنا لحد ما شوف عيالك بعد كده اختها بتاخد ابنها علشان تخليلهم الجو هم التلاتة بس شين بيطلب من وين يتكلم معاه برا وبيقوله انه مش لازم يزعل بنت عمه ولا يحرجها لو كان بيحبها بجد فبيقوله وين اول مرة شوفها كراجي الياض بس عجبتني نروح لتشينج اللي مدواخة رنج معاها وشكلها شغلته لحسابها وبتطلب منه يستعيدها في انها تدخل الميون اللي جاي لها جوه المحل بتاعه علشان ما عندهاش مكان بس وهي بتدخل معاه الكاراتين بتكسر الجتار بتاعه وهو بيتدايق وبيتخانق معاها فبتزعل تشينج وبتقوله انها مش راجع هنا الا لما تصلحه بيحس رنجل نتصرع وزاعة لتشينج لكنه بيقرر يعوضها لما ترجع نرجع لوين اللي قاعد بيطبخ لسونج وامها علشان ينول الرضا ومامة سونج طبعا عجبها الوضع ومبسوطة انها لقت عريس دي ده لما بيقعدوا على الاكل مامة سونج بتفضل تسأله عن عيلته وبتعرف حاجات كتير عنه بعدها بتسأله لو بيحب حد فبيقولها انه بيحب بنته قصيرة وشعرها قصير وعنيدة حبتين فبتقوله تقصد للبس اصفر فبيقولها ايوه وطبعا هو كده بيعترف انه بيحب سونج اللي عاملة نفسها من بنها ومحراجة من كلام والدتها وبتسيبه وبتروح المطبخ من الاحراج اما مامة سونج بتقوله وين انها فهمته وبتتمنى ان بنتها تحبه زيه بس بتوصيه انه ما يجرحاش في المستقبل لان بنتها حساسة سونج بتاخد والدتها بعد كده على البيت لانه وين كان عايزها تبات عنده بنشوف تشينج وهي راجعة بالجيتار للمحل وبتتفاجئ ان رانج فتح المطعم وبيطبخ فيه واستقبل زباين كمان بتديله هي الجيتار وبيعتذر لها عن اللي قاله وبيعزف لها علشان يصالحها بنشوف سونج وهي قعدة في قضتها وبيجي لها رسالة من شخص بيدعي انه بنج وبيطلب منها تقابله بكرة في المطعم تاني يوم بتسحى سونج وبتتفاجئ انه وين عندهم في البيت بتروح بعدها لتشينج وبيروح وين طبعا وراها بتطلب سونج من صاحبتها تديها فستان حلوة علشان تروح به المقابلة بعد ما بتلبس بتكون جميلة جدا ووين بينبهر بيها وبيكون عايز يعرف هي رايحة فين بس هي مش بدرده تقوله رايحة فين فبيدخل يسأل تشينج طبعا اللي بتقع بالسانها لي وبتعرفه انها رايحة تقابل بنج فبيخاف وين عليها لانه هو بنج اصلا بيعرف العنوان من تشينج وبيروح لسونج اللي بتكون قعدة مع الشخص اللي بيدعي انه صاحبها بس بتكتشف كذبه لما بتلاقيه مش فاكر اتعرفه على بعض ازاي فبتمشي وبتسيبه بس هو بيتهجم عليها لكن هي بتعلمه الأدب وبتضربه ولما بيوصل وين بيلاقيها بتضربه وبيقولها كان لازم اخاف عليه مش عليكي بياخدها وين علشان يروحها وهو بيسألها وهم في الطريق لو صاحبها وحشها فبتطلب منه ينزلها لانها زعلانة وعايزة تتمشي بس وين بينزل معاها وبيقولها انه يعرف مكان بنج وبياخدها عند الشجرة اللي كان وعيدها انه هيستنى تحتها وبيعرفها انه هو بنج اللي بتدور عليه من زمان وهي طبعا بتتفاجئ لكنه بيقولها تعرفه ازاي وكمان بيحكي لها على قصة الامارين وبعدها بيعترف لها ان هي البنت اللي بيحبها مش تشوه زي ما هي فاكرة بيرجعوا الاتنين البيت وبيودعوا بعضه وهم مبسوطين انهم اتقابلوا اخيرا كل واحد منهم بيدخل بيته وبنشوف سونج وهي قدام المراية وبتفتكر النتبة اللي في راسها وبنعرف انها لما كانت في سباق المدرسة وقعت وهي بتتسلق السور بس وقعت على واحدة من حلويات وين اللي بتجرح راسها بالليل لما بتروح سونجي تنام مامتها بتكون عايزة تعرف هي مبسوطة لي فبتقول لها ان هي قابلت اخيرا صديق طفولتها بانج تاني يوم الصبح سونجي بتكون قاعدة بتفتر مع مامتها وبتقول لها انها لازم ترجع استراليا لان هي مش فاضية تقعد معاها وده اكيد هيأثر على نفسيتها فبتقول لها مامتها رياحي نفسك انا كنت راجعة اصلا بتروح سونجي تشتري اكل من السوبر ماركت علشان تطبخه وبتقابل وين هي ناك وبتعرفوا ان مامتها راجعة استراليا بكرة وهي حابة تعمل لها غدا قبل ما ترجع نروح لتشينج اللي قاعدة في مطعمها ومستنية رانج يخرج علشان تتكلم معاه ولما بيخرج بتتلاكك علشان تكلمه بس هو بيقول لها انه مشغول علشان رايح يتسلق الصخور فبتقوله ده انا مفيش احسن مني في اللعبة دي خدني معاك بياخدها رانج معاه بتظهر الحقيقة انها فشلة في اللعبة زي ما انتو شايفين بتفضل تشينج اتصور في رانجو وبيظهر انها بدأت تعجب بيه في المستشفى بنشوف سونج وهي مرهقة فوين بيروح يدلك رقابتها وبيشوفهم شين وهم مقربين من بعض وبيقول لهم والله منتو متحركين اعتبروني مش موجود في بيت سونج بتقرر والدتها انها تعمل حمل التنظيف للبيت قبل ما تمشي مش عارفة اتنظف فيه ايه اكتر من كده ده البيت بيلمع المهم بتلاقي وهي بتنظف ورق توظيف سونج في مكتب محاما وبتعرف ان بنتها كذبت عليها وبتقرر تسود يومها النهاردة وبتتسل على سونج وهي في الشغل وبتعرفها انها اكتشفت كذبتها وبتقول لها انها رايحة تقدم استقالتها دلوقتي لشانج المدير بتاعها بتجري سونج طبعا علشان تلحق مامتها قبل ما تدمر مستقبلها بتوصل والدتها للمكتب وبتطلب تقابل شانج اللي بياخدها على مكتبه علشان يتكلمه وبتديله ورق استقالة سونج بس هو بيسألها لو سونج تعرف باللي هي هتعمله لانه عارف ان سونج حربت علشان توصل للمكان ده بس مامتها بتقوله مش مهم هي عايزة ايه المهم انها تعرف مصلحتها طبعا شانج مش بيقبل الاستقالة غير لما سونج تقوله بنفسها انها موافقة بس بنعرف ان مامت سونج خايفة على بنتها تموت بسبب الضغط زي باباها لكن شانج بيطمنها ان مش كل الناس زي بعض بتوصل سونج اخيرا للمكتب وبتاخد والدتها وبيخرجه من المكان لكنها بتتخانق معاها وبتطلب من والدتها تبطل تدخل في حياتها لانها كبرت وعرفت هي عايزة ايه الكلمة اندل بيزعله مامتها طبعا اللي بتمشي وبتسيب سونج بيطلع بعدها شانج اللي بيوصل سونج للبيت وبيقول لها ما تزعلش من مامتها لانها خايفة عليها وبيطلب منها تقنعها بالهدوء انها تكمل في المحامات بتوصل سونج البيت وبتلاقي ان والدتها لسه ما رجعتش حتى ان تليفونها مقفول بس بيجيلها رسالة من تشينج بتعرفها ان مامتها عندها بيروح لها وين علشان يرجعها البيت وهي بتكون رفضة فبيتكلم معها وين علشان يعرف سبب رفضها ايه بتعرفوا ان والد سونج كان محامي وبسبب وظيفته كان دايما بعيد عنهم وفي الاخر مات بسبب المرض اللي جاله من ازدعل بيقنعها وين ان سونج مش داي باباها وهتتحمل الضغط وهو كمان هيعتني بيها بيقدر وين انه يصالحها وبياخدها للبيت وبيصالحهم على بعض بالليل سونج بتعتذر لمامتها عن اللي حصل وبتوعيدها انها مش هتخبي عليها حاجة تاني اللي اتنين اخيرا بيتصلحوا وبترجع كل حاجة لطبعتها بس مامتها بترفض تسافر الا لما تطمن عليها فهي بتقول لها اطمني انا وين بقنا مع بعض طبعا هي بتجذب وبتبعت رسالة لوين علشان لوالدتها سألته ويقول انهم سوا تاني يوم الصبح بيتقابلوا على الباب وبيمثلوا انهم سوا علشان مامتها بترقبهم وبينتهز وين الفرصة وبيفضل لازق لسونج طول الوقت حتى انه بيكلمها فيديو لما بيجوا ياكلوا وبيأكلها وين في بقها والسونج طبعا بتكون محرجة من الناس اللي حواليهم اللي مستغربين من وين وبعد ما بيخلص الشغل بيخرجوا الاتنين وبيلاقوا مامة سونج برا وبتديهم تسكرتين سينما وبتقول لهم يروحوا الفيلم لانها حجزت لهم هناك بيروحوا فعلا وبيمثلوا انهم سوا لان مامة سونج بتكون وراهم بترقبهم وسونج طبعا عايزة تقنعا انهم ارتبطوا خلاص بيخلص الفيلم والاتنين بيخرجوا سوا المكان والحمد لله مامة سونج مش بتكون وراهم وبيقرر وين انه يعترف لسونج بحبه بس هي بتقوله انها مش فاضية للحب لان عندها امتحانات فبيتحدها وين انها لو نجحتها تكون حبيبته ويبطلوا تمثيل هي بتوافق لان هي بتحبه اصلا بس بتكابر بترجع سونج البيت وبتسألها والدتها عملت ايه في الخروجة يعني يا حج انت بدأ اليوم من اوله معاهم لازم تسألي المهم سونج بتحكيلها على اساس انها مكنتش معاهم يعني لما بتقعد سونج علشان تخلص شغلها بتلاقي جهاز بايز وبتعرف ان والدتها السبب فبتطلب مامتها انها تروح لوين تشتغل على جهازه وتتأخر براحتها عادي بتروح سونج فعلا لانها مضطرة علشان تسلم تقريرها بكرة بس بتفضل سرحانة في وين اللي بيقول لها لو شكل حلوى قوي اجي جنبك بس هي بتتحرج وبتقفل عليه الباب علشان تعرف تشتغل تاني يوم الصبح سونج بتصحى وبتلاقي وين في بيتهم بيحضر الفطار ومامتها بتخليها تقعد جنب وبتكون مبسوطة انها شايفهم سوا لدرجة انها بتاخد لهم صورة وهم سوا علشان توريها للحيزابونات اللي بيقولوا على بنتها عانس في مكتب دارين المحاماة بتروح لين وبتطلب من شانج يتعش عندهم في البيت بس هو بيرفض وبيقول لها انه مستعد يعزم الفريق كله علشان يحتفلوا بنهاية التدريب وبيطلب من سونج انها تشوف مطعم كويس علشان يتعشوا فيه وبيظهر ان لين مش طيقة سونج لان من الواضح ان شانج معجب بيها بتتصل سونج بصاحبتها تشينجي علشان تجهز لهم عاشة فاخر من الآخر فبتفرح وبتكرر تطلب مساعدة رانجي لانها فشلة في الطبيخ بس بتكون والدة رانجي عنده وبتطلب منه يرجع البيت وينسى الرهان اللي كان عامله مع والده بس هو بيرفض فبتقول ل والدته لو خلال عشر دقايق ما دخلش عليهم زبون هيرجع البيت معاها بتسمعهم تشينجي من برة وبتكرر انها تمثل انها زبونة ورانجي بيجريها في التمثيل بس مامته بتحس ان تشينجي معجبة بيه من نظراتها ليه وبتفرح لان في حد بيحب ابنها وبتكرر تسيبه يكمل حلمه بس بتنصحه انه يفكر في تشينجي لانها معجبة بيه وينسى الماضي بعد ما والدته بتمشي تشينجي بتطلب منه يساعدها ويكون الطباخ وبكده يردلها الجميل اللي عملته معا من شوية انتي لو اشتريتي بفلوسك مش هتعملي معا كده بتوصل سونجي مع باقي الفريق والكل بيقعد يتعشع الا لين بتكون متأخرة وبتحاول البنات تسأل شانجي لو بيحب حد بس لوسي مساعدته بتقوله انه بيحب شغله بس بتوصل لين وبتعيب على المطعم علشان تدايق سونج وبتقولهم كويس انكم استنيتوني وبتطلب الاكل بس لوسي بتقولها انهم اكلوا قبلها ولو عايزة تطلب تروح تختار اللي هي عايزة من التلاجة بتختار الاكل وبتروح تديل رانج وبتقوله لو ما عجبنيش هديك تقييم وحش على الاكل طبعا بتحاول تتقرب من شانجي اللي مش بيعبرها وبيكون كل تركيزه مع سونج بيوصل وين للمكان وتشينجي بتنادي على سونجي علشان تقابله بس سلين بتكون عايزة تتكلم معيها وتقول لها تبعد عن شانجي لكن تشينجي بتمنعها تدخل المطبخ ورا سونج وبتقول لها انا عارفة الحرباية اللي زيك عايزة تقول ايه بس سلين بتمسك بطنها وبيكون عندها مغص جامد وتشينجي بتفكر انها بتمثل لكن بعدها كل الموجودين بطنهم بتوجعهم وبيتنقلوا للمستشفى وبنعرف انهم تسمموا من الاكل لان المحار كان فاسد معادة طبعا سونجي وشانجي اللي اكلوا لحوم طبعا لين بتزعق مع سونجي وبتتهمها انها مهملة وكمان ضيعت عليهم مقابلة بكرة بتعتذرت شينجي للموجودين وبتقول لهم ان دي غلطتها وانها تعوضهم عن اللي حصل بترجع بعدها المطعم علشان تنظفه وهي حزينة وبتكسر كوباية وبتجرح صباعها فرانجي اللي كان بيساعدها بيتخط عليها وبيقول لها تقعد وهو هيكمل بس هي بتعيطه بتقوله انها فشلة وملهاش في الشغل بتنم بعدها ورانجي بيدخلها قطه بتسحى بعد ساعاته بتلاقي اصحابها موجودين وبينظفوا المكان فبتشكرهم لانهم سندوها واقفين جنبها تاني يوم سونجي بتاخد التقارير وتقدمها لشانجي علشان تعوض لين بس شانجي بيعرفها ان المحامي تان قرر يأجل معاد المقابلة اليوم تاني بنشوف تشينجي بعد ما شمعوا مطعمها وبتكون زعلانة على اللي حصل فبيقول لها رانجي انهم لازم يعرفوا ايه السبب تسموا من الناس وبيدخلوا يدوروا في مطعمها اللي دخلوا من محل رانجي على الاكل الفاسد وبيكتشف رانجي ان المحار هو السبب لان سعره رخيص جدا بنشوف سونجي وهي في المقابلة وبتنجح والكل بيعجب بيها وبيقرر شانجي انها تكون سكرتيرته اما رانجي وتشينجي بيوصلوا للمحل اللي بعلها المحار وبيقدروا انهم يسجلوله وهو بيفرجها على المحار الفاسد اللي بيبيعوا بالرخيص بياخدوا الفيديو بعدها ويستلموا للشرطة اللي بتقبض عليه وبترجع المطعم لتشينج بتروح بعدها تشينجي لسونجي وبتقول لها انها وقعت في حب رانجي خلاص ونهو يتوقعوا في حبها بعدها بييجي رسالة لسونجي بيبلغوها انها نجحت واختروها لوظيفة المساعدة بتفرح طبعا وبترجع البيت علشان تبلغ وين انها فازت وبتقوله انها خلاص هتكون حبيبته وبتشوفهم مامتها وهم سوا وبتفرح جدا وساعتها بتقرر انها تسافر وبيوصلها وين وسونجي للمطار وبتوصي وين على بنتها وهو بيوعدها انه هيحافظ عليها تاني يوم بيوصلها وين للشغل لان ده اول يوم شغل رسمي ليها وبيهتمي بيها وبيكون جايب لها اكل وهي بتقوله انها هتقابله بالليل علشان يتعاشوا سوا ويكون ده اول معاد ليهم رسمي بتبدأ سونجي شغلها بس شانجي بيقولها ان عندهم سفر لشانجهاي علشان ليهم قضية هناك فبتتصل على وين وبتعتذر له لانها مش هتعرف تتعاشى معاه وهو بيفهم وضعها بتوصل سونجي لمكان الاجتماع اللي بيعدي بنجاح والكل بيشكر في شغلها بعد الاجتماع بياخدها شانجي المحلة حيوانات قليفة وبتعرف انه بيحب الحيوانات قوي وكمان عنده قطة بس هي بتقوله انها كانت فاكرة شخص جامد ومعندوش مشاعر بيرجعوا لفندق وبنشوف سونج وهي بتتصل على وين اللي مش بيرد على رسايلها من الصبح ولما بتتصل بي بيقول لها انه تعبان من الشغل وعايز ينام بتزعل سونجي لانها بتحس انه بيتجهلها لكنها بتتفاجئ ان باب قضيتها بيخبط وبيطلع انه وين بتفرح طبعا لانه جه وبيطلب منها تلبس علشان هيخرجها وبياخدها وين لمطعم كان يعرف صاحبه من زمان لانه كان اول مريض ليه بعدها بيكملوا ماشي في المدينة وبيفسحها وين وبيفضلوا يتكلموا كتير بيرجعوا بعدها للفندق ووين بيعرفها انه هيرجع بكرة علشان عنده شغل بتنام سونج ولما بتصحى تاني يوم مش بتلاقيه جنبها لانه بيكون في الطيارة اللي راجع المدينة وبيتصل بيها قبل ما يطلعوا وبيعرفها انه في الطريق في المستشفى وين بيطلب من شين انه ينقل قسم التشريح علشان يتعلم منه قبل ما وين يمشي بس بيجيله تليفون وهي بتسيبه وبتمشي وبتركب تاكسي علشان تروح بتوصل البيت اخيرا وبتخبط على وين اللي بتقوله وحشتني وجيتلك بسرعة اهو فبيقول لها انا عملك مفاجأة وبتلاقي ان كل اصحابها في المستشفى موجودين وبيقول وين اللي دعاهم علشان يعرفهم انه ارتبط بسونج عاطفيا حتى ابن عمها اللي كان فاكر انه وين نيسي بنتعمه وحب واحدة تانية بنشوف رانج مع تشينج في المكتبة وهي بتساعده في شغله وبيقربه من بعض والظاهر كده انه خلصها يقع في حبها بس وهي بتدور في حاجاته بتلاقي سيدي متسجل عليه فيديو ليه مع حبيبته ولما بيشوفها رانج مشغلاه بيتعصب عليها وبيترضها من المكتبة بس لما مش بترضى تخرج بيمشي هو وهي بتروح وراه علشان تصلحه وبتقدر تشينج انها تصلحه وبيقعدوا يتكلموا سوا عن الماضي وبيشوفهم وين وسونج اللي كانوا بيتمشوا في نفس المكان وبيترهنوا ان تشينج هتقدر توقع رانج في حبها تاني يوم بتكون سونج في شغلها والكل بيكون ملاحظ انها شطرة بس شانج بيكون سرحان فيها ومش مركز في الشغل بعد ما بتخلص شغل بتروح لوين علشان يروحوا سوا بس للأسف بتدخل حالة طوارق وبيكونوا محتاجينوا في العمليات وسونج بتقولوا يروحوا انها متفهمة انه مطلوب دايما بيدخل العملية اللي بيكون هو وتشوه شركة فيها وبيحب سونج وبتتمنى لهم السعادة بيرجع وين لسونج اللي بيلاقيها نايمة بس بيلاحظ ان وشها وارم فبياخدها للدكتور وبيطلع ان درستها ملتهب اما عند تشينج بنشوفها مع رانج ومعاها هدية لي بس هو بيدلها فلوسها وإلا مش هياخدها بتزعل تشينج لانها بتفهم انه لسه زعلان منها بترجع سونج البيت وبيصمم وين انها تروح عنده علشان تاكل وبيكرر انه يعتني بيها زي مواعد مامتها بتوصل بعد كده تشينج لبيتها علشان تطمن عليها وكمان علشان تعرف شوية معلومات من وين عن عمه رانج علشان توقعه بحبها وبتقدر تاخد منه عنوان مامة رانج علشان تتعرف عليها تاني يوم بتكون سونج في شغلها عادي بس وقت الغدى بيروح شانج يقعد معاها وبيلاحظ موظف عندهم انه بيتقرب منها وبياخد ليهم صورة سوا وبينشرها على موقع الشركة وبيكتب عليها ان شانج بيحب سونج بتكمل سونج شغل معاه لحد بالليل هو بيفضل واقف مستنيها تحت لحد ما تخلص شغلها بيزهق وين من كتر الوقفة وبيروح يجيب حاجة وما بيشوفهاش وهي خرجة مع السيد شانج لانه بيروح يشتري حاجة فبيرجع وبيلاقي نور مكتبها مطفي بتبعاتل رسالة ان السيد شانج وصلها فبيروح له وبيكون غيران منه وبيتماشوا سوا شانج بيكون قاعد بيفكر في سونج اللي وقتها بتكون قاعدة طبق اللي تعلمته في الشغل منه تاني يوم بتدخل عليه المكتب وبيكون متفاجئ ومبسوط لانها مخلصة الشغل كويس كمان بيقول لها انه هيبعت لها الشغل الجديدة على ايميلها بتروح تشو صاحبة سونج تزور مامة وون واللي بتكون مبسوطة من تشو بتاخدها معا السوق بترن الجدة على تشانج بتعرفه ان تشو عندها واللي بتكون عايزة تجوزها لوون بيروح وون للمخزن وبيديله العامل رسالة واللي بيكون المسئول سيبهاله فبيقف وون يقرى الرسالة وبتكون حبيبته السابقة جيانج وبتعرفه المكان اللي هيتقابله فيه ليلة راس السنة وقتها بيجي له اتصال من تشانج وبيعرفه ان تشو رحت لمامته وانها بتحبه علشان لو هو ما بيحبهاش يبقى لازم يعرفها وما ينفعش يديها امل بتروح تشو تقابل وون في المكتبة وبيكون وون وقتها قاعد يفكر في الرسالة فبتدي له تشو اكله وبتكون مفكرة ان علاقتهم كويسة بيسألها وون عن مقابلتها بامه وبيقول لها مش مهم انها بتحبه لكن هو مش عايز يحب وبيقول لها تروح وما تجيش هنا تاني بنروح لتشانج اللي في موعد غرامي مع سونج كمان بيشيلها لما بتقوله ان رجلها وجعتها من الماشي وبتكون مبسوطة فجأة بيلاقوا تشو قاعدة بتعيط وبتقولهم انها فقدت حبها وبعدها بتروح تاكل ومش بتبطل اكل من كتر الزعل لكن تشانج وسونج مش بيسيبوها وبيحاولوا يساعدوها انها تقابل وون ليلة راس السنة تاني يوم تشانج بيوصل سونج شغلها وبيخططه هيقضوا راس السنة ازاي وبتكون سونج نفسها تركب عجلة لما بتقع واحدة قدام العربية بيجروا يساعدوها وبيلموا معها الورق وبتسألها البنت عن سعر القضية لما بتعرف ان سونج محامية فبتديها كارتة علشان لما تحتاج حاجة ترن عليها بيجي تشونج بالعجلة فبياخدها تشانج منه علشان يحاول يتدرب عليها بنروح لسونج اللي بتدخل على شانج وبتدي له هدية راس السنة بعد ما بترتب له ملفات الشغل فبيكون عايز يخرج معها بالليلة علشان يديها هدية لكن بترفضه بتقوله انها هتخرج مع اصحابها وبيوافق شانج انها تخلص شغل وتروح بدري بتبعت سونج رسالة لتشانج واللي بيكون وقتها بيتدرب على ركوب العجلة وتشانج ما بيكونش عارف يوقف العجلة فبيخبط في تشونج اللي بيكون نايم في الجنينة علشان يصوره واللي بيزعل على عجلته لما بتتخبط بييجي اتصال لسونج بعد ما بتطلع من الشغل وبيكون من البنت اللي محتاجة مساعدة في قضيتها بتاخدها سونج وبتروح لشانج اللي بعد ما بتحكيله على المشكلة بيرفض يساعدها لان مفيش وقت والنتيجة مش هتكون كويسة لكن سونج بتكرر تساعدها بيروح تشانج المطعم تشو واللي بتسأله عن وون وبتطلب منه يتصل بيه علشان يعرف هيجي ولا لا في الوقت اللي متفقين عليه لكن وون بيرد عليه انه لسه بيفكر فتشانج بيديها امل وبيقول لها انه هيتأخر شوية بتتصل سونج بتشو بيكلمها تشانج فبتعرفوا انها هتتأخر شوية ولما تخلص هتيجي على طول وتشانج بيقول لها براحتها وانه مستنيها تشو بتقعد مع تشانج طول اليوم وهم مستنيين وون وصونج علشان يحتفلوا براس السنة سوا بنرجع لشانج اللي بيروح المكتب وبيستغرب ان سونج موجودة وانها عندها شغل لازم تخلصه لسه فبيستغرب انها ما خرجتش تحتفل مع اصحابها سونج ما بتكونش مسدقة ان شانج هو اللي بيقول لها ما تجهدش نفسها وبيلاقي ورقة على مكتبها عن قضية البنت اللي رفض يمسكها فبيعرف ان سونج عايزة تمسكها وفجأة بيتعب وبتجري سونج بيه على المستشفى وبيركبوله محليل فبترن على شانج تعرفه باللي حصل بتيجي جينج صاحبتها في الشغل واللي بتجري على شانج اول ما بتعرف انه تعبان لكن ما بيكونش طيقها لانها مش بتبطل كلام سونج بتاخدها وبتعرفها انها لازم تكون هادية كمان بتعرفها موعيد الاكل والدواء وبتهدى جينج اول ما بتعرف ان سونج ليها حبيب وقتها السيد شانج بيكون متردد وبيفكر يساعد سونج في القضية اما سونج بتكون مستنية شانج تحت المستشفى واللي بيكون في طريقه ليها لكن الطريق بيكون زحمة بتيجي الساعة 12 وهو لسه في الطريق وقتها جينج بتكون مستنية وان في المطعم اللي كتباه في الرسالة لكن بتمشي وبتروح مطعمة شو بيروح مش بيلاقيها واخيرا تشانج بيوصل لسونج وبيهنه بعض بالسنة الجديدة بعدين بياخدها علشان تاكل وبتتأسف له سونج لانها معرفتش تكون معاه اليوم ده بسبب شغلها بنرجع للجينج اللي بتطلب اكل وبتقعد معاها تشو وبيتكلموا سوا فبياخدوا على بعض وبيعرفوا انهم دخلوا نفس المطعم اللي في استراليا حتى كلوا نفس الاكل لكن هما اول مرة يشوفوا بعض في مطعمة شو بتسيب فلوس لتشو وبتطلع لما بتسمع انه وون بيفتح مكتبه وبتطلع تشو وراها واللي بتكون مصدومة لما بتشوفهم واقفين سوا فبتعرف ان جينج حبيبته السابقة لكن وون بيقول لجينج انه بيحب واحدة وبعدين بيقفل المكتب عليها بنروح لتشانج وهو طالع من شاقته وبيلاقي سونج سايباله فطار على الباب علشان تسيبه نايم براحته فبيتصل بيها وبيتفق يخرجه بالليل سوا ويروحوا السوبر ماركت بتكون سونج قاعدة في مطعم مستنية البنت صاحبة القضية لما بتوصل بتتأسف لها على التأخير وبتقول لها انها خايفة ان القضية ما تنجحش علشان كده بتكون خايفة توكل محامي لانها ممكن تخسر الفلوس والقضية ما تنجحش بيدخل عليهم السيد شانج فجأة وبتفرح سونج انه هيساعدها في القضية بعدها بيطلب من البنت تجمع كل اللي تعرفهم وعندهم نفس مشكلتها علشان يقدر يساعدهم ويجمع اكبر كم من المعلومات بخصوص القضية ام ون وبابا بيروحوا له المكتبة ولما بيلقوها مقفولة بيروحوا لتشو مطعمها علشان مام تتعرف بابا على تشو واللي بيكون مبسوط منها وقت ما بيكونوا بيتكلموا عن ون بيوصل ون وبيسمعهم فبيروح لهم لكن بيكون هو وابوه زعلانين من بعض لان ون مش عايز يتجوز فبيتعصب ون لما ابوه بيسأله عن حبيبته القديمة ولو لسه بيفكر فيها وبيقف ابوه علشان يضربه لكن تشو بتقف قدامه كمان بتقوله انه بيحبها فابوه بيهدى ويقعد بنروح لسونج اللي بتكون مستغربة ازاي السيد شانج عارف مكانها فبيقول لها انه عارف من الحالة اللي هي منزلاها وبيكون عايز يعرف ليه هي ما تخلتش عن القضية فبتعرفوا وجهة نظرها وانهم شباب وليهم مستقبل ومش عايزة حياتهم تتدمر بيقتنع شانج برأيها اما ون بيكون قاعد قدام مكتابته وبتطلع تشو تديله مشروب وبتقعد جنبه وبتقوله ما يحطش اللي حصل الصبح في دماغه بنشوف تشانج وهو مستني سونج بس الدنيا بتشتي فبيجري يشتري شمسية واول ما بتنزل من الاوتوبيس بيحط الشمسية عليها بعدها بيروحوا السوبر ماركت سوا وبيوصلها للبيت وبتكون مبسوطة ان دايما تشانج بيدعمها بيروح تشانج يوصل سونج البيت بعدين بيروح المستشفى وبتكون ليلة صعبة عليه وعلى الفريق الطبي من كتر الشغل بعد ما تشانج بيطلع من العملية تعبان وسند على الحيطة تشانج بيصوره وهو مش واخد باله وبيبعت الصورة لسونج وبيقول لها حبيبك بقى عجوز لما تشانج بيروح ياخده علشان في حالة طوارئ تشانج بيحاول يخفي تليفونه لكن تشانج بيلاحظ وبياخده منه وبيشوف اللي بعته لسونج بتروح سونج في النوم وهي مسكة الورق وتشانج بيتصل بيها فيديو وهو في المستشفى فبتلاقي ايده ورمة من كتر العمليات تاني يوم بتجهز سونج ورقها واللي بتكون مستعجلة دايما ولما بتخرج بتلاقي تشانج واقف قدام الشقة تعبان جدا فبتديله نعناع لما بتعرف انه مكلش وسكره نازل بعدين بتدخله الشقة وبتروح تجيب الترمومتر لما بتطلع بتلاقيه نيم وبيصحى لما بيلاقيها بتغطيه فبتقسله حرارته وبتلاقيه سخن وما بيكونش عايزها تروح الشغل لكن بيقول لها تروح وهو هينام بتديله سونج كريم علشان ايده حمرة وبتقوله انها هتاخد اجازة بكرة وهتعمله شربة فراخ وبتودعه وبتمشي في طريقها للشغل بتتصل على ون علشان يروح ياخد باله من تشانج ولما تشو بتشوفه ماشي بتفكر انه رايح لجيانج لكن بيعرفها انه رايح لتشانج لانه تعبان وبتطمن انه مش بيكذب عليها لما بتعرف من سونج ان تشانج تعبان فتشو بتبعد طلب اكل لجيانج في شركتها بس ما بتكونش عارفة انه لجيانج تشو بتكون عايزة تمشي لكن جيانج بتوقفها وبتتكلم عن ون وبتلاحظ انها متغيرة لما جيانج بتسألها عن حبيبته بتعرفها تشو ان هي حبيبته وانهم بيخططوا يتجوزوا لكن جيانج مش بتصدق وبتقولها تتصل بيه ولو بيحبها هيجي اما ون بيكون عند تشانج وبيقوله ان جيانج رجعت فبيسأله تشانج هيختار مين فيهم لكن ون بيقوله هيختاره هو بتتصل عليه تشو وبتقوله انها عملت حادثة فوان بيسيب تشانج وبياخد عربيته علشان يلحقها لما بيوصل بيكون مخدود عليها لكن بيتعصب لما بيلاقي تشو كدبت عليه وبتتصل بيه علشان جيانج بتكون تشو عايزة يعرف جيانج انه مش بيحبها لكن بيتعصب عليها وبيمشي بنروح لشانج وهو في المطعم مع سونج وبيكونوا مستنيين شياو صاحبة القضية كمان بتكون جمعت كل اللي تعرفهم وعندهم نفس مشكلتها بعد ما بيخلصوا بتتصل شيونج لمعجبة بشانج علشان تطمن عليه وبتطلب من سونج تشتري له عصيدة لكن سونج ما بتكونش موافقة ولما شيونج بتقولها لو ما عملتش لطلبته منها هتصل بتشانج وقتها سونج بتوافق وبتروح تشتري له لكن بتوقع على الشال بتاعها وبتطلب منه تاخد اجازة بتتصل سونج على ون علشان تطمن على شيونج لكن بيقولها تتطمن على تشو لانها ما فتحتش المحل لما بتتصل سونج بيها بتكون تشو وقفة عايت في الشارع لكن تشوب تكذب عليها وبتقول لها انها رايحة البيت فبتعرفها سونج انه وون بيسأل عليها سونج بتفضل طول الليل قاعدة جنب حلة الشربة وبتنام على نفسها في تاني يوم بيروح تشونج بيتطمن على تشانج وبيجي مندوب يديهم هدية لكن تشانج بيتعصب وبيكون غيران لانه بيعرف ان السيد شانج هو اللي بعيدها لسونج لما تجيب له الشربة وبتحاول تشربه ما بيرداش ياخد منها وبيكون عايز يعرف شانج بيتلاها هدية ليه فبتعرفه انها اشترت له عصيدة مبارح لانه كان تعبان فبيتعصب عليها وبتزعل منه علشان مش واثق فيها وبتمشي لكن تشونج بيهديه وبيقوله انه فهمها غلط فبيقوله تشانج انه بيغير عليها وبيمشي تشونج لانه عنده مؤتمر وتشانج بيديله الهدية معاه لكن سونج بتطلع تاخد الهدية من تشونج بعصبية اما سونج بتندم انها اخدت اجازة وبتبعت لشانج وبتلغي قرار اجازتها وتشانج بيكون متعصب لكن بيشرب الشربة اللي هي عملتها له بتوصل سونج وبيكون شانج بياكل فبيطلب منها تاكل معاه وبيلاحظ شانج انها مستنية مكالمة لكن لما تشانج بيتصل ما بترداش ترد عليه جينج اول يوم ليها في الشغل عند السيد شانج وبتطلب من سونج تديها الملفات سونج بتروح السوبر ماركت وبتشتري من كل حاجة اتنين بعدين بتصورها وبتنزلها حالة علشان تغيز تشانج وبيردوا على بعض بالحالات وبتكون زعلانة انه ما بعت لهاش رسالة اما الكلب بيكون زعلان وحاسس بتشانج اللي بيقوله انه هيلاقي وقت علشان يتأستفلها تاني يوم في المستشفى تشونج بياخد فطاره وبيقعد يفطر مع تشانج وبيقوله ان سونج بتعاية طول الليل فبيعرف تشانج انه بيكذب عليه وبيتفقوا على خطة علشان سونج ترجع له بيتصل تشونج بيها علشان يعرفها ان عيد ميلاده بكرة لما بتشك ان دي خطة من تشانج شيونج بيقول لها لا لما بتروح لسونج وبيعرفها ان تشانج هيكون موجود بتمثل انها مش مهتمة بيه وبترحب بأصحاب تشونج وتشانج بيكون زعلان لانها ما بتقعدش جنبه ولا بتكلمه فبيطلب تشانج للكل نفس الاكلة اللي سونج بتحبها لكن سونج بيجي لها مكالمة وبتضطر تمشي وبتسيف فيزيتها لتشونج لان الاكلة هيكون على حسابها لما تشانج بيرجع متعصب بيخبط على سونج لكن مش بيلاقيها فبيعرف من تشونج انها عند تشوه وهتنم معاها في الفندق فبيتصل بتشوه علشان يكلم سونج اللي ما بتكونش راضي هتكلمه ولما بترد عليه ما بيقولهاش حاجة مهمة وانها لما ترجع هيتكلمه الكلب بيديه توكة سونج فبيربطها في شعر الكلب وبيصوره علشان ينزل حالة لما بتحكي سونج لتشوه علن اللي حصل بتقول لها انه غيران عليها وعايزها تكون معاه دايما فبتفرح سونج وبتحضنها وبتقول لها تشوه انها لازم ترجع الهدية لشانج جنج بتكون عارفة ان سونج وحبيبها زعلنين من بعض وبتقول لسونج انها عارفة من الحالة اللي نزلتها لما شانج بيوصل للمكتب جنج بتروح تديله الملفات كمان بتعرفوا ان سونج بتحب وحبيبها بيكون الدكتورة شانج فبيكون متفاجئ اما سونج بترجع بتتنصت على بابة شانج علشان تسمع صوته لكن بتلاقي وون طالع من الأسانسير مع الكلب وبيعرفها ان تشانج ايده مجروحة علشان كده موجود في قط الحاجر اللي في المستشفى وبيطلب وون منها لو ما عندها الشغل تاخد بالها من الكلب لان عنده حفل توديع العزوبية بتاعت صاحبه ومش هيعرف يرجع يأكله وبيسألها عن تشو لانها ما فتحتش المحل بقالها يومين فبتقوله ان تشو اتعاونت مع فندق تساعده في أكل الحفلات بتدخل سونج شقة تشانج وبترتب له الكتب بعدين بتتصل بتشونج علشان تطمن على تشانج فبيقول لها انهم اكتشفوا بعد العملية ان المريض عنده مرض مزمن علشان كده حطوا تشانج في غرفة الحاجر تحت المراقبة وبيقول لها انه مزاجه كان وحش علشان كده الجرح بيقلمه بنروح لحفلة توديع العزوبية واللي بتكون تشو هي المسؤولة عن الاكل بتتخبط في ون اللي بيسألها ليه متجانبان فبتقوله انها نسيت كل اللي فات لكن اصحابه بيجوا ياخدوه وبيفضل طول الوقت يبص عليها لما جيانج بتيجي بيحاول يمشي لكن اصحابه بيوقفوه وتشو بتتحرق في ايدها لانها بتكون مركزة معاهم اصحاب ون بيطلبوا منه يازف وجيانج تغني وبيكنعوه بصعوبة فجيانج بتحاول تتأسف له قدام الكل وبتطلب منه يديها فرصة تانية وبتحاول تقرب منه لكن هو بيبعدها عنه بنشوف تشو بتعيط وبتزود في الشرب ووون بيجري يلحقها وبيغمى عليها بعدين بياخدها بعد ما شربت كتير علشان يروحها لكن تشو بتتكلم وهي مش في وعيها وبتقوله انها محبتش حد غيره فبيطلب منها وون ما تعيطش بتطلعها سونج وبتشربها مشروب يفوقها لكن تشو بتكون مفكرة انه وون مع جيانج وبتفضل تعيط فسونج بتحاول تهديها وبتتصل بتشانج لكن تليفونه بيكون مغلق فبتتصل على تشونج اللي بيعرفها ان حالة تشانج مش كويسة كمان بيقول لها انها لازم تروح تشوفه لما بتوصل سونج المستشفى مفيش حد بيرضى يدخلها فبتنقذها الدكتورة تشين وبتدخلها وبتمثل على سونج وبتقول لها ان حالة تشانج خطيرة فبتدخل سونج وبتلاقيه نايم فبتمسك ايده لما تشونج بيقول لها ما تعيطش تشانج بيصحى مخدود وبيطمنها عليه فبتزعق لتشونج لانه كذب عليها وبتكون زعلانة من تشانج لانه كذب عليها لكن هو عمل كده علشان ما كانش عارف يوصل لها بعدين بيتقسف لها لانه ما كانش لازم يتعصب عليها ويزعلها فبتقول له تشونج ان مفيش حاجة بينها وبين تشانج بنروح لتشونج اللي بيرجع لسونج الفيزا وبيقول لها انه جاب عجلة جديدة بالفلوس لان تشانج بوز عجلته وبيفرجها على فيديو لتشانج وهو مش عارف يسوق العجلة وبيقع من عليها بنشوف تشانج اللي بيتعلم ركوب العجلة هو وسونج وبياخدوا جولة بالعجل وهما موسوطين بتعترف له سونج الاول مرة انها بتحبه لما بيطلب منها تقولها تاني مش بتوافق تاني يوم سونج بتعمله فطار وبتروح تفتح شاقته لكن بتلاقيه مش لابس فبتتكسف وبتدير وشها لما بتقوله يغير كلمة المرور لباب شاقته علشان بعد كده ما تدخلش في وقت غلط مش بيوافق وبيقولها في اي وقت تكون زعلانة منه تدخل وتقوله على كل اللي مزعلها منه فبتقوله سونج ان كلمة مرور باب شاقتها بيكون عيد ميلاده وبيقطعهم صوت تشو اللي بتصرخ لان رجليها تخبطت وبتكون حالتها صعبة من الزعل وبتاخد فطار وبتمشي سونج بتقول تشانج ان تشو اول مرة ما تبينش مشاعرها وتحاول تضحك بالرغم من الزعل اللي جواها لان واضح انها متعلقة جامد بوون فبتطلب منه بلاش وون يظهر قدامها بتروح سونج تعرف شانج انهم لازم يقابلوا شياو الساعة 2 وبتديله الهدية اللي هو بعيدها لها لانها مش هتقدر تقبل هدية غالية كده فبيقول لها تعتبره تعويد عن الوشاح اللي بوازه لكن سونج بتقوله لو عايز يعوضها ممكن يبعت لها الظرف فيه فلوس وبيوافق لما شانج بيقابل شياو مع سونج بيعرفها انهم هيسألوها في المحكمة شوية اسئلة وبتكون قلقانة فبتطلب من سونج تكون حضرة وقتها بيشجعها شانج بان لازم يكون عندها اسرار وشجاعة لما بتطلب منه سونج تروح المحكمة بيوافق كمان بيرشحها في الاجتماع تكون مسؤولة عن قضية الكروض عبر الانترنت في المحكمة وبيوافق اعضاء الاجتماع بتشكره سونج وبتقوله انها هتشتغل على نفسها اكتر وقتها تشانج بيتصل بيها وهي واقفة مع شانج فبتستأذنه بتروح تكلمه بتعرفه انها هتروح المحكمة وفرحانة جدا بيجي شانج من وراها وبيشوفها بتضحك مع تشانج فبيزعل بتتفق سونج مع تشانج يخرج وياكله وبيجي اصحابه اللي لما بيعرفه بيقوله يخرجه كلهم سوا فبيطلع شانج على السطح وبيفكر في سونج وبيسأل نفسه يستسلم ولا يفضل مصر بعد ما عرف انها بتحب تشانج بنرجع لتشانج اللي بيحجز مطعم وبيسبقوا تشانج وأصحابه على المطعم وفي طريقهم للمكان بيقابلوا اهل المريض اللي عندهم في المستشفى فبيتخنقوا معاهم لان ابوه اتنقل للعناية وحالته بقت صعبة ورغم كده رايحين ياكلوا وسايبينه بالصدفة بيوصل تشانج وبيجري يهديهم فبيقوله واحد من اهل المريض ان ايدين جرحت وعايز تعويض بالفلوس كمان عايز تشانج وأصحابه يعتزره لكن تشانج بيرفض لما بيلاقي تشانج وأصحابه مجروحين وبيقول لأهل المريض مفيش فلوس ولو عايزين يشتكوا يروحوا الشرطة بتقبض عليهم وبتروح لهم سونج تنكزهم وبتكون مخدودة على تشانج لان ايده مجروحة ولما الشرطة بيعرف انها محامية بيطلب يتكلم معها على جنب بعدين بتدفع لهم الغرامة وبيخرجوا يروحوا بيت تشانج لما بيوصلوا بتديهم سونج صندوق الاسعافات الاولية علشان الجروح تشانج بيجهز لهم الاكل وبتروح سونج تسأله ليه مش بيحكي لها انه مضغوط لكن بيقول لها انه وجودها معابي خفف الضغط وبتفرح سونج لما بتلاقي تشانج مجهز لها اكلتها المفضلة وبعدها بيقعد تشانج يعلم المتدربين اخلاقيات المهنة وبتصوروا سونج وهو قاعد معاهم بعدها سونج بتقعد تنظف الجرح لتشانج وبيقعد تشانج يحكي لها قصة حياته وليه بقى دكتور وإيه اللي تعلمه من جده بنشوف جيانج وهي بتجري علشان تلحق وون بعد ما خرج من فرح صاحبه وبتكون عايزة تعرفه على تجار كبار ويقدر يبيع كتابه في مكتبات كبيرة بعدين بتقوله ان دي فرصة ماينفعش يفوتها لكن وون بيقول لها انه مش موافق فبتفكر انه بيعملها كده بسبب تشو وبيمشي وبيسيبها بيروح وون يفتح فيديوهات تشو وبيتفرج عليها لما بيروح لها الفندق بيلاقيها مش مهتمة بيه وبتلعب مع الاطفال وبيفكر انها مبسوطة لكن تشو بتقعد تعاية وبتفتكر ذكرياتها الحلوة معاه بنرجع لسونج اللي بتوصل تشانج الصبح لشغله بالعربية فبيقول لها انه شعور حلو بيتمنى لو كل يوم كده بتتطمن سونج على الجرح اللي في ايده وبتقوله ما يتعبش نفسه بيدخل تشانج المستشفى وبيلاقي الازاعة بتتكلم عن اللي حصل معاه فبيعرفوا تشونج ان اهل المريض اللي تواصله مع الازاعة لما بيروح تشانج للمدير بيزعقله وبيقوله لو ايده تكسرت كان هيأثر على حياته المهنية في المستشفى وبيوقفوا تشانج عن العمل لشهر واصحابه بيزعله لانه تعاقب لوحده وقبل ما بيمشي تشانج بيكتب لهم نقط مهمة عن كل حاجة لازم ياخدوا بالهم منها بترجع تشونج بدري لما بتعرف ان تشانج موقوف عن العمل وبتكون زعلان علشانه لكن بيقولها انه مش زعلان كمان ممكن يعتبروها اجازة وعايز يقضيها معاها اما تشو بتلم حاجتها علشان تمشي وبتبص على مكان وون اللي كان بيغني فيه وبتتخيله بيغني وبتعيط وقتها وون بيكون بيجري وبيقعد يرتاح وبيفكر في تشو لما بيروح علشان يشوفها بتكون ركب التاكسي وراه وبتمشي تشو بتبعت لتشو رسالة بتطمن عليها تشو بتقول لها انها خلصت شغلها ورجع البيت وبتتقابل تشو مع ابوها وبيطلب منها ترجع البيت لكن بتقوله انها عايزة تعتمد على نفسها وتفتح محل مستقل بيها لكن ابوها بيكون شايف ان ده صعب لكن بيعرفها انه بيدعمها هو ومامتها بنشوف تشانج وهو بيصحى من النوم وبيحضر لسونج فطار وبيكون مجهز لها غدايا وعاشها في شانطة فبتفرح سونج من اهتمامه بيها بعدين بيوصلها لشغلها اما وون فبيمشي وهو بيفكر في تشو طول الوقت بيرد عليه الشخص واللي بتكون جيانج معرفاه على وون وبيقوله انهم حددوا مكان لجلسة الكراءة بتاعته فوون بيقول انه هيحدد وقت ويرد عليه بيروح وون يرجع الجتار اللي جيانج كانت جايبها دية وبيقفل الموضوع معاها وبيعرفها ان مشاعره تجاهها ملهاش اي معنى فبتحاول جيانج ترجع اللي كان بينهم لكن وون بيقول لها ان اختيارهم لبعض كان غلط من الاول بعدين بيروح يشتري هدية اللي تشوه وبيتمنى انها تعجبها وقتها سونج بتتفرج على فيديوهات للمحكمة وبتروح توصل الملف لشانج لكن بيعدل لها بعض النقط وبيقول لها ترتاح كويس قبل المحكمة بعد ما تشو بتلم حاجتها اللي في المحل بتبص على باب وون وبتفتكر ذكرياته معاها وهي خارجة بيكون وون وقتها جاي يديها الهدية فبيتفاجئ انها عرضة المحل للاجار لما بيطلع وون الهدية بتديله الكتاب بتاعه اللي معاها وبتقوله ملهوش لازمة معاها وبتودعه بنروح لتشانج اللي بينضف في البيت لما بيخلص بيحضر اكله بيزينه فبيلاقي نفسه خلص كل حاجة وقاعد فاضي بيقوم اتصل على عم وون اللي بيسأله تشانج لو مشغول فبيقوله ايوة لكن تشانج بيقوله هتكون مشغول في ايه يعني وعمل بدورك كعمه وتعالى جرب الاكل اللي عملته لما عمه بيرفض بيقوله تشانج انه اكيد متضايق فممكن يحكيله هو هيسمعه لكن عمه بيقوم قافل المكالمة وتشانج بيتصدم بيخرج بعد كده ادواته بيفضل يصمم حاجات لما بيحز ان الوقت بيمر ببط بيقول ان المتدربين اكيد مش شايفين شغلهم لان مشرفهم مش موجود لكن لما بيتصل بواحد منهم بيكون في حالة طوارئ فبيسأله تشانج سؤال لما بيجاوبه تشانج بيرجع يقول تشانج انه في اجازة وايه السبب انه يسأله في الوقت ده بعدين بيعتذرله لان معاه حالة طرقة وهيتصل بيه تاني فبيفكر تشانج انه بيهرب منه لما بيرجع يتصل تشانج بتشانج تاني بيقوله تشانج انه اتصل غلط وان فيه حدثة حصلت والإصابات كتير فبيقفل معاه تشانج وبيبدأ يشتغل بالأدوات بتاعته اما سونج بتكون راجع من الشغل وبتتصل بتشانج لكن مش بيرده وبتفتكر انه نام لما بتوصل البيت بيتصل بيها تشانج وبيسألها عن تشانج لانه دايما بيكون مشغول لكن دلوقتي هو لوحده واكيد ده هيأثر عليه فالأفضل تاخده في مكان يخرجه من الموقف اللي حصل لما بتقفل معاه بتتصل أمها وبتقول لها ان ابوها جيانج عايز يشوف تشانج ويتعرف عليه لكن سونج بتقول لها انها مشغولة ومش هتقدر تروح لها فمامتها قالت لها انهم هيقولها لو هي ما وفقتش تزورهم بتوافق سونج على طول وهي بتبتسم لما بتحاول تغطي تشانج بيفوق وبتقول له سونج انها عرفت هيخرجه فين في الطيارة بتقول له سونج انهم رايحين لبيتها وبتفرجوا على صورة عيلتها وبتحكيلوا عن علاقتهم وذكرياتها معاهم كمان بتقوله ان زوج مامتها بيعملها كويس رغم انها في الاول كانت بتعامل وحش لكن هو قدر يخليها تحبوا باهتماموا بيها زي بنته وانها مبسوطة لانه بيعامل مامتها كويس لما بيوصلوا الجامعة بيستغرب تشانج ان بيتها فيها فبتقوله ان جيانج ابوها استاذ جامعة علشان كده هم قاعدين في سكن معلمين بتقوله ان كان فيه شباب بيجيبوا لها ورد وبيطلبوا يخرجوا معاها وبيحكي لها تشانج عن البنات برضو وبيكونوا غيرانين على بعض لحد ما بيوصل لجيانج اللي بيكون بيحفر في الارض لما بيقابل تشانج بيفطلوا يمدحوا في بعض وبتسأله سونج بيعمل ايه فبيقول لها انه بيخرج ازازة الخمر اللي دفنها من اليوم اللي تجاوز فيه مامتها لما بتسأله عن السبب بيقول لها تشانج انها تقاليد عندهم ومعنى انه بيخرجها ان بنتهم هتتجاوز لكن سونج بتقوله انه لسه ما بقاش جوزها لما بيوصلوا البيت بيطبخ تشانج وبيقول عليه جيانج انه طبخ ماهر احسن من سونج بعدين بيأكلوا سوا وبتقدم ام سونج عصيان لتشانج بانه كده بقى فرد جديد في علتهم فبياخدهم تشانج وبيكون مبسوط بيحاول جيانج يدي مشروب لتشانج لما بترفض سونج انهم يشربوا كتير علشان عندهم شغل الصبح لكن تشانج بيشرب علشان يثبت لهم انه يستحق سونج بعد الاكل بيخرج تشانج يتكلم مع جيانج اللي بيطلب منه يحافظ على سونج وتشانج بيقوله انه ما صدق لقاها ومش هيقدر يتخلى عنها فبيطمن جيانج ان تشانج هيحب سونج وهيحافظ عليها وبيمشي بتروح سونج تبص على تشانج اللي بيكون مش واعي فبتاخدوا توصلوا لقطه لكن هو بيدخل قدتها وبيقول لها انه وعد بابوها انه هيفضل جنبها ومش هيبعد عنها تشعبانة شوية وهو بيوصلها وسونج بتقولهم انها هتخرج تتمشى مع تشانج وهتكون كويسة بعدين بيقضوا الوقت هناك وبيكونوا فرحانين لكن وهم راجعين في الطيارة بتوصل مكلمة لسونج بان المريض اللي ضربوا تشانج رفع قضية على المستشفى وتشانج بتتصدم سونج وبتوصل مكلمة من الجدة لتشانج فبيقول لها انه لازم يروح لها لما بيوصل تشانج بيتكلم مع بابا اللي بيكون عرف بالقضية وبيسأل تشانج لو هو بخير والمستشفى اتدخلت ازاي فبيقوله تشانج انه تصاب بجروح بسيطة وان المستشفى وقفته عن العمل وحاولته للتحقيق لكن ما يعرفش الحد امتى فبابا بيقوله انه بصفته ابو شخص اكبر سنا اكيد مش هيشجعه يتخانق لكن بصفته طبيب مش شايف انه عمل حاجة غلط وبيقوله انه من عيلة معروفة والعيون عليه فبيعتذر له تشانج انه تصرف بتهور وهو ماشي بتبعت معاه الجدة اكل السونج اللي لما بتاكله بيقول لها تشانج ان جدته بعتته لزوجة حفيدها فبتغير سونج الموضوع وبتقوله يشكر جدته عليها لما بتكون بتتكلم معاه شعرها بيقع في الاكل فبيمسح لها تشانج وبتفرح تشانج باهتمامه بيها بعدين بتعرض عليه لو المكتب المحامية بتاعها هو اللي مسك قضيته فبيوافق بيحاول تشانج يتصل بتشين وبيعتذر لسونج وبيقوم لما بيتصل تشانج بيه بيعتذر له تشين لانه السبب في الخناقة وانه كان فيه اجتماع بخصوص القضية لكن ما قالوش فيها يرجع يكمل شغله ولا لأ بيقفل معاه شانج وهو متدايق لما بتشوفه سونج بتخفف عنه وبتقوله انها مش هتسمح لحاجة تأذيه تاني يوم بتروح سونج الشغل وبتطلب من شانج المحامي يساعدها لكن هو بيكون رافض لان الدرب متعمد كمان مفيش فرصة يكسب القضية وبيقول لها ما يكونش تفكيرها على مصالحها بس لما بيدخل مكتب وبيطلبها بعدين بيعرف انه حاببها وبتحاول تساعده فبيوافق لكن بيطلب يقابلوا انها تركز على قضيتها بيروح تشانج المستشفى وبيقابل تلامزته اللي بيشجعه بيقولوله انهم مستنيين ويرجع لهم وبتوصل رسالة لتشانج انه يروح مكتب المحامي لما بيكون هناك بتسأله الاستقبال لو عنده معاد بتقول لها سونج انه معاها وبتاخدوا لشانج لما بتعرفهم على بعض بيشكروا تشانج انه قبل يساعده بيطلب منه شانج المحامي يحكي له اللي حصل فبيقوله تشانج بكل التفاصيل لما بيخلص تشانج وبيكون خارج شانج المحامي بيشوف سونج وهي دخلة لتشانج وبيكون متدايق بتطلب سونج من تشانج يوقع على التوكيل لكن مش بيكون مكتوب السعر لما بيسألها تشانج بتقوله علشان لو زعلها تكتب رقم وتخليه يخسر كل حاجة فبيقول لها تشانج ان لو القضية خسرت وما بقاش طبيب تاني هل ممكن تفضل معاه سونج بتقوله انها تعود التحافظ على الناس اللي بتحبهم وانه هيرجع لشغله تاني وهي هتفضل جنبه لما بيحاول يقرب منها بيوصل مكالمة لكل شخص فيهم بنروح لتشانج وهو وقعد مع ون اللي بيقوله لو بيحب تشو يعترف لها وانه ما حاولش يتغير علشان حبه القديم ولا الجديد بعدين بينزل ون من عنده بتكون سونج رجع مع تشو وبتودعها لكن تشو بتشوف ون وهي ماشية بتروح له تنادي عليه وبيكون حد سرق عجلته فبتطلب منه توصله وبيركب معاها لما بيفتكر ون كلام تشانج بانه لازم يبدأ فبيحاول يعترف لتشو لكن هي بتقطعه وبتقوله ان حصل سوق تفاهم مع حبيبته السابقة فممكن يعتذر لها نيابة عنها بيتضيق ون وبيطلب منها توقف العربية وبينزل بيكون متضيق لانه مش قادر يعترف لها لما بيرجع مكتبته بيفضل يبص على اللعبة اللي كان هيقدمها لتشو لكن بيجي شخص وبيتخاني ون معاه واللي هيشتري مطعم تشو وعايز يقف للباب كمان وقع المكتبة الصغيرة وكسر اللعبة فبيخاف الشخص ده وبيمشي وبيفضل ون زعلان على اللعبة أما تشو بتكون متضيقة وبتمسح رقم ون لكن مش بتقدر وبيتصل بيها اللي هيأجر المكان وبيقول لها ان فيه راجل غريب بيمنعهم من الشغل كمان تخانق معاه فتيجي تشوفه لما بتوصل تشو بتلاقي ون مصاب فبتطلب منه تاخده المستشفى لكن هو بيقول لها ملهاش لازمة لان مفيش حد قلقان عليه وبيطلب منها تنفصل عن حبيبها لانه سمح لها تخرج لوحدها بالليل ولما بيدخله بيسألها لو حبيبها بيعملها كويس فبتقوله ايوة وانها بتهتم بيه علشان كده ما طلبتش منه يوصلها بعدين بتروح تجيب علاج لجروح ون وبتديله يعالج نفسه وبتقوله لو الراجل عايز يسد الباب مفيش مشكلة وبتمشي وتسيبه فبيزعل ون ان الباب مش بيفكرها بيه بنروح لسونج وهي قاعدة مع اهل المريض علشان قضية تشانج واللي بيطلبه بمبلغ كبير وهما ماشيين الراجل بيوقع سونج وبتقع على ايدها لما بياخدها زميلها المستشفى بيتصلوا بتشانج يعرفوه بيوصل تشانج على طوله وبتقول لسونج انها وقعت عليها لكن صاحبتها بتعرفوا باللي حصل وبيشوف تشانج الاشع وبيقول انها محتاجة جبس فبياخدها العيادة علشان يجبسها لها هو لكن سونج بتكون مش وثقة فيه لانه مش دكتور عزام لما بيخلص تشانج بيقوله ابن خالتها ان سونج من وقت ما تعرفت عليه وهي على طول مصابة وانه لو عنده حبيبة كان هيحافظ عليها اكتر من كده فبيزعل تشانج لان تشين كلامه صح لكن سونج بتقوله انه ملهوش علاقة باصابتها فبيعتذر تشانج لانه مقدرش يحميها وبيطلب منها ما تكملش القضية لكن سونج بتكون مصممة فبيشكرها تشانج لما بيرجعوا البيت بيجهز تشانج الاكل لسونج لكن تشونج بيخلص على الاكل وبيقوله تشانج انه عنده مذاكرة ولازم يراجع دلوقتي بتكون سونج مش عايزة تشونج يمشي لان تشانج هيفضل جنبها ومش هيسيبها لكن تشونج بيكون خايف من تشانج وبيمشي سونج بتحاول تقول تشانج انها مش هتحتاجه كمان هتقدر تعتني بنفسها بس مش بتقدر تاكل لوحدها وبتستسلم انه يستعيدها لما بتكون في الحمام بتحاول تجفف شعرها وتربط اللبس لكن مش بتقدر تنفس حاجة منهم وتشانج بيكون مستنيها برا لما بتخرج وبيشوفها تشانج بيساعدها تربط لبسها بتسيبه سونج بعد ما بيخلص وبتدخل تجفف شعرها فبيساعدها تشانج لما بيلاقيها مش عارفة بتسأله سونج هينام فين تشانج بيقولها في الصالة فبتقوله ممكن ينام في قطة الديوف لكن تشانج بيقولها انه مش هيكون قريب منها ويقدر يسمعها بتخرجه سونج علشان تنام لكن بتصحب الليل من القلم ومش بتكون قادرة توصل للدواء بيسمعها تشانج وبيطلب منها يدخل وبتسمح له لما بيبص على الجدس مش بيكون في مشكلة لكن هي بتتقلم من الكسر بيديها مسكن وبيروح يجيب لها مية لما بتخرج وراه وبتشوف طريقته وهو بيدفي المية بتفتكر باباها وبتقول لتشانج ان طريقته قديمة لان باباها كان بيدفي المية لها كده فبيقول لها تشانج انها لازم تختار الشخص اللي يعملها زي باباها سونج بتقوله انه فيه صفات كتير من باباها بعدين بتاخد الدواء وقترجع قدتها بيكون تشانج جنبها وبتشوف سونج حروق على صوابعه فبتسأله سونج عن سببها وبيقول لها تشانج انه كان متوتر لما عرف انها تقزت علشان كده تحرق وهو بيجهز الجبس كمان لما تصابت في راسها المرة اللي فاتت كان متوتر بنفس الطريقة واكتشف انه بيكون جبان لما بتكون جنبه لانه بيخاف عليها وبيتمنى تفضل جنبه بدون ما تتقزي تاني يوم بتروح لها تشو اللي بتسأل سونج مين اللي ربط لها لبسها وانه اكيد تشانج لان الربطة واضح انها ربطة جراح وبتسأل سونج لو قربوا من بعض لكن لما سونج بتوضح انه ما حصلش بينهم حاجة بتكون تشو مش مصدقاها لما تشو بتشوف سونج غيرت ونزلة الشغل بتقول لها انها لسه بتتقلم فبتاخد اجازة لكن سونج مش بتكون خلصت القضية بتاعتها وان معادها قرب فلازم تكمل شغلها بتطلب سونج من تشو تفك الربطة لانها مش قادرة تتحرك بيها لما بتفكها تشو بيلاقوا تشانج كاتب عليها ومش بتكون سونج عارفة كتبه امتى اما تشانج بتكون المستشفى طلبته علشان يساعدهم في تشخيص حالة وهو خارج بيقابل اللي رفعين عليه قضية فبيطلب يتكلم معاهم بعدين بيوريهم اشاعة سونج واللي تسببوا بيها وبيقولهم انه مش هيرفع قضية هو عايزهم بس ما يقزوش سونج لانهم اتداقين منه بنروح لسونج اللي بتقول لشانج انها وقعت من عالسلم لكن شانج مش بيصدقها وبيقول لها تركز في قضيتها وانها تسلم قضية تشانج الجنج ساحبتها بتحاول سونج ترفض لكن شانج بيكون مصمم فبتخرج تقول صاحبتها على القرار وبتفرح لكن سونج بتطلب منها تعرفها بكل جديد في القضية اما وون بيكون في النادي وبيلاقي تشو ما بعتتش رسائل فبيسمع واحد وهو معادي بيقول معلش اتبعتت غلط بيكون وون مسك التليفون وبيقول عادي بتحصل وبيبعت رسالة لتشوه وبيمسحها بعدين بيقول لها انها اتبعتت غلط لكنها بتبعت تمام فبيبعت لها رسالة لو فطرت لكن مش بترد عليه لما بيحاول يتدرب بيتشتت ومش بيكمل فبيروح يفتح تليفونه وبيشوف منشور لتشوه بانها هتتجاوز ومنزل الصورة لها مع شخص فطبعا وون بيتدايق وبيتصل على تشانج اللي بيأكد له الخبر بان تشوه هتتجاوز وبيقوله كمان ان الشخص اللي هتتجاوزه مناسب بيرجع وون لبيته هو متدايق لكن بيلاقي الراجل بيبني الصور فبيوقفه بيعنده علشان يرفض ياخد المكان من تشوه طبعا الراجل بيطلب تشوه ولما بتحضر بيقول لها انه ما كانش يعرف بوجود جار مجنون للمكان وبيفضل وون يعمل حركات مجنونة فالراجل بيخاف وبيقرر يلغي العقد لما تشوه بتقوله انه بدأ في التجهيز ودفع الفلوس وانها مش هتقدر ترجعها بيقول لها وون انه هيدفع لها ضعف المبلغ فبتاخده تشوه وبتسأله ليه كل شوية بيخليها تيجي هنا بيقول لها وون لانه بيحب يشوفها لما بيقول لها وون ازاي حبيته في لحظة ونسيته في لحظة كمان اخدت قرار جواز بصورة لانه شاف منشورها فبتقوله ان الصورة كانت فوتوشوب وانها بتندم انها حبيته قبل كده وبتمشي لكن وون بيوقفها وبيطلب منها تكون معاه وبيعترف لها بحبه بعدين بيفتكروا ذكرياتهم سوا وبيرجعوا المكان تاني بنرجع لسونج اللي بيقول لها تشانج انها تخرج تاكل لكن سونج بتقوله انها اكلت فبطنها بتعمل صوت وبتنكشف لما بتخرج تاكل بيتكلمه سوا وبيقول لها تشانج انه بيحبها فبتقوم سونج وبتطلب منه يدخل شبكة النيت لما سونج بتشوف اسم الشبكة بتترجمها بتكون ان سونج حبيبته زوجته ولما بتترجم رقم الشبكة بيكون نفس الجملة فبتفرح سونج بحبه ليها بتوصل مكلمة من جينج لسونج بان فيه شخص صور الخناءة كاملة وبتقدر سونج تدور عن المعلومات لحد ما بتوصل لرقم العربية اللي بتكلمه وبتطلب تقابله لكن بيقول لها انها تقدر تقابله تاني يوم لانه مسافر وفي نفس الوقت بيكون معاد منقشة اول قضية ليها بتروح سونج تقابل جينج اللي بتعرض عليها تناقش القضية مكانها وبكده تقدر سونج تسافر فبتوافق لكن تاني يوم لما بتقول جينج لشانج بقرار سونج بيتدايق وبيتصل بسونج اللي بتقوله انها اخدت قرارها كمان مبسوطة باللي تعلمته منه مش لازم ترافع فشانج بيروح لتشانج علشان يقوله ان سونج بتتخلى عن حلمها في اول منقشة ليها مقابل انها تسبت برقته وتدفع عنه فبيروح تشانج وراها المطار وبيتصل عليها لما بيشوفها بياخدها وبيقول لها انها ماينفعش تتخلى عن حلمها علشانه وانه هيديهم الفلوس اللي يطلبوها لكن سونج بتقوله انه كده هيثبت انه متهم وده هيأثر على شغله قبل كده كمان هي مش هتسمح لحد من احبابها يتئذي فبيودعها تشانج وبيحتر الجلسة اللي كان المفروض سونج تترفع فيها وبيتخيلها مكان جينج وبينجحه في القضية اما سونج بتقدر تاخد الفيديو وبتعرضه على اصحاب القضية كمان بتقولهم انها ممكن ترفع قضية عليهم لانهم اللي بدأوا بالضرب وبتطلب منهم يحترموا الاطباء بعدين بتروح سونج علشان تفك الجبس فتشونج لما بيشوف تشانج بيفكه بالراحة بيقوم تشونج يقطعه على طوله واخد الجبس وماشي بيروح تشانج مع سونج وراه بيلاقوه بياخد توقيع تشانج لكن لما بيلمسه تشانج بيكسر الجبس بعدين تشانج بياخد سونج على محل لبس علشان يشتري لها لبس جديد بمناسبة انها فكت الجبس وبيختار لها لبس وبتقيس وبتكون مبسوطة بعدين بيتمشى معاها لحد الشغل لما بيوصل شانج مع جينج وبيشوفوهم بيكون شانج متضايق من قربوهم بالليل بعد ما سونج بتخلص كتابة ذكرياتها بتجيلها مكالمة بان الناس سحبت القضية كمان تشانج هيرجع لشغله تاني وبتكون فرحانة في نفس الوقت عند تشانج بتجيله نفس المكالمة وانه هيستلم الشغل من تاني يوم فبيتصل على سونج وبيشكرها وبتقوله سونج انهم يعزموا أصحابهم تاني يوم بيخرجوا مع تشو وتشونج لما تشونج بيقول لتشو انهم هيكونوا مع بعض بتقوله انها منتظرة شخص وبيوصل ون فتشونج بيقوله انهم يمشوا سوا لكن ون بيقف جنب تشو بيقولوا انها هيكون معاها وبيخرجوا الخمسة سوا لكن تشانج بيتكلم مع سونجو وتشو بتتكلم مع وون وبيعمله تشونج كأنه مش موجود فبيطلب دب دوب وبيقعده جنبه بيقوم وون وتشانج علشان يجيبه أكل ولما بيرجعه مش بيجيب وون لتشو حاجة فبتزعل منه لأنه كان المفروض يعرف هي بتحب إيه ويجيبه بعدين بتقوم تجيب لنفسها وبتقوله يعرف هي بتحب إيه علشان يتعلم يجيبه لها بعد كده فبيطلب منها المكونات ولما بتحاول تشرب بيوقفها وبيقولها تشرب شيء أفضل فتشو بتكون متدايقة منه لما بيخرجه بتدي تشو لون المكونات وبتوريله قيمة باللي البنت بتحبه لأنه عمره مش زي عمرها فبيستغرب وون من الطلبات وبتتدايق تشو وبتمشي فبيروح وراها وونه بيقدر يصالحها بنروح لتشانج وهو ماشي مع سونج وبيقول لها أنه تعرض لمشكلة في شغله لكن هي قدرت تحميه بدون تردد كمان يتمنى يفضلوا مسكين في قيد بعضهم ويحموا أولادهم كده لما بترجع سونج بتفتكر كلامه وبيبعطوا لبعض رسائل بتشوف سونج الساعة بتلاقي لسه بدري فبتروح لتشانج البيت وبتقوله أنها عندها قرق بياخدها تشانج يسمعها موسيقى وبيعمل لها تدليك لحد ما بتقدر تنام تاني يوم سونج لما بتلاقي نفسها في قضة تشانج بتقوم تجري لكن بيشوفها تشانج وبيقول لها تغير وتفتر معاه فلما بتفتح الباب بتلاقي تلاميذ تشانج بزعيمهم تشونج وقفين عاملين مفاجأة وبيشوفوها لما بيسألوها لو تعبت تاني بتقوله من المية قطعت فكانت بتسأل تشانج لو قطعت عنده بس وبتمشي وأول ما بتقفل بابها بتكون محرجة وخايفة لأن ممكن حد يتكلم عنهم في المستشفى وبتدخل تجاهز نفسها للشغل ولما بتشوف أنهم خرجوا بتطلع تتخانق مع تشانج لأنه بيكون قصد يحطها في الموقف ده فبيفضلوا يضربوا في بعض وبيلاقوا تشونج في وشهم بتدخل تشونج المصعد وبتطلع تشونج اللي بيقول لتشانج أنه ما شفش تشونج بالشكل ده قبل كده وأنه عايش معها من صغرهم وعرف كل حاجة عنها فبياخدوا تشانج علشان يحكيله بنروح لوون وهو بيقابل تشو بسندويتش وورد فبتفرح بيهم كمان بيقول لها أنهم هيخرجوا يلعبوا لكن أول ما بيكونوا بيطلعوا الجبل بتكون تشو متضايقة لما بيقعدوا هناك بتقول تشو أنها مختلفة عنه وعكسه في كل حاجة فهل هو فكر في علاقتهم كويس بيقول لها وون أنه معها بيحس بالراحة وأنها فريدة عنده أما تشونج بياخد تشونج من الشغل وبيخرجوا يسمعوا فيلم لكن بتجيلوا مكلمة من المستشفى فبيمشي لما بيوصل تشونج بيكون فيه زلزال ومحتاجين فريق طبي علشان يروح المكان ويعالج المصابين فبيقول تشونج أنه هيروح لأنه شاب كمان لسه راجع من أجازة فعنده طاقة وبيقول تشونج وشخص كمان أنهم هيكونوا معاه بعدين تشونج بيتصل بسونج وبيقول لها أنه هيطلع مع تشانج لمكان الزلزال فبتسأله تشونج عن وقت سفرهم وبتحضر لتشانج اللبس لما بتوصل تشونج وبتقابل تشانج بتسأله عن تشونج لكن بيكون مش حابب يودعها فبيقول لها تشانج أنه هيهتم بيه لكن تشونج بتقوله أنها قلقانة عليه أكتر وبتطلب منه ياخد باله من نفسه كمان يبعت لها رسالة كل يوم ويقول لها لو حاجة حصلت وبيكون تشانج مش عارف هل هيرجع ولا لأ وبيقول لها تستنى بنروح عنده ون اللي بيصحى من النوم مش بيلاقي تشو لما بيدور عليها بيلاقيها قاعدة بتجمع قطرات الندى فبيقوم يحرك الشجرة علشان تنزل بسرعة بتتديق تشو وبتمشي لكن بتقع فبيمسكها ون وبيقول لها أنها لازم تنام لأن عيونها بهتانة فبتقول له أيوة بعدين لما بتصحى من النوم بتفتكر أنها وقعت الميا اللي جمعتها فبتزعل وبيقول لها ون إنه كان بيهزر معاها وأن قطرات الندى مش بتتشرب لأنها ملوسة بعدين بيقول لها على أماكن علشان يزوروها سوا وبتيجي مكلمة لتشو بأن تشانج هيروح لمكان الزلزال بنرجع لسونج اللي بتفضل متابعة الأخبار وبتوصل لها رسالة من تشانج بأنه مشغول في معالجة الناس فبتتديق تشانج لأنه منامش لما بتكون في الشغل بتسمع شخص بيقول إن أهله في مكان الزلزال بيقوله إن الأمر خطير تاني يوم بتروح سونج تقدم طلب أجازة لأنها قدمت كمتطوعة في فريق الإنقاذ وتقابلت فبيزعل شانج وبيقول لها إنها مش بتهتم بحياتها بتقول له سونج إنها حابة تكون قريبة من الشانج بيوافق شانج على الأجازة وبيقول لها ترجع كويسة معاه لما بتروح سونج تجاهز شنطتها بتروح لها تشو علشان تساعدها لكن لما بتصحى تاني يوم بتلاقي سونج مشيت بتوصل سونج لمكان الزلزال وبتبدأ تساعد الناس وتشانج بيكون في العملية وبيحصل زلزال لكن بيقدر يسيطر على العملية وبتنجح لما بتوصل سونج المكان القافلة بتاع تشانج بتكون في الأوتوبيس لكن مش بيشوفه بعض أول ما بتنزل بيحصل زلزال وبتطلب ست المساعدة فبتجري سونج معاها بتقدر سونج تحدد مكان طفل ولما بتخرج تطلب المساعدة بتقابل تشانج وبتفرح الناشا فتو لكن بتقوله على الطفل وبيخرجوه وتشانج بيشخص الطفل بيكون سقف البيت هيقع فبتحاول سونج تحمي الطفل لكن تشانج بيحميها وبتقع عليه فبتقلق سونج فتشانج بيقول لها لازم يخرجوا الطفل بسرعة لما بيسلموا للإسعاف بيسأل سونج هتمشي إمتى بتقوله إنها مش عارفة وبيسمعوا صوت حد بيطلب طبيب فبيقول لها تشانج تستنى في نفس المكان بعد العملية لو ما كانتش مشيت لأن فيه كلام حابب يقوله لها لما بيمشي بتوصل رسالة لسونج إنهم هيكملوا الليلة في المكان بسبب مشكلة في الطريق بتفضل سونج صحية منتظرة شانج وبتلاقي الجو بيمطر تلج وبتقابل تشانج بعدين بيدخلوا عربية وبيديها ثلاث رسائل لكن مش بيكون مكتوب حاجة عليهم فبيخرج تشانج وبتكون الرسائل مكتوبة بحب رساري وبيعترف لها بحبه من مرحلة ابتدائي والجامعة الحد ما كبر وبيطلب منها الجواز بعدين بيدخل العربية وبيقول لها إنه منتظر ردها بي يتصلح ويتحركوا فبيودعوا بعضه وبتمشي بعد ما بينتهي الزلزال بيعملوا مؤتمر وبيشكروا فيه تشانج وفريقه لما بيرجعوا بتكون سونج مستنياه وبيجي تشونج وبيديها هدية عبارة عن صورة لتشانج لإنها سعادته ومقالتش لمامته لما كان في مكان الزلزال بتروح سونج تمشي مع تشانج اللي بيسألها لو الصورة أجمل منه لإنها بتبص لها كتير لما بيحاول يقرب منها بيوصل ونوي قطعهم علشان يرجع لتشانج كلبه فبيرجعوا البيت لكن سونج بتقول لتشانج إنهم يدخلوا بيتها ويسيبوا ون يدخل بيت تشانج بيلاقوا تشو عملالها مفاجأة وموجودة في البيت لإنها كانت بتهتم بيه في غياب سونج فتشو لما بتشوفهم بتقوم خارجة وبترجع مع ون علشان يعرفهم إنهم ماشيين لما بينزلوا بتكون تشو فرحانة بعلاقة تشانج مع سونج فبيقول لها ون إنهم شخص واحد واعترفوا البعض بحبهم وإن تشو لسه ما اعترفتش بحبها بتقوله تشو إنها اعترفت له قبل كده وبيجروا ورا بعض بنرجع لتشانج اللي بتاكل وتشانج بيبص عليها وبيطلب منها يقضوا بداية السنة مع أهله لإنهم راجعين من السفر وعايز يقدم لهم حبيبته فبتتوتر سونج وبتسأله لو هي مناسبة وهل ممكن يتقبلوها؟ ولو هي جميلة فتشانج بيقول لها إنهم أكيد هيقبلوا حبيبته وإنها جميلة بتتصل سونج بمامتها وبتقول لها إنها مش هتقضي بداية السنة معاها فبتفرح مامتها وبتقول لها أكيد هتقضيها في بيت أهل تشانج وبتسألها علاقتهم وصلت لإيه؟ وهل طلب منها الجواز؟ بنروح لليوم اللي هيقابلوا فيه أهل تشانج بيخرجوا سوا وبيختاروا الورد اللي بيحبوه هدايا لما بيوصلوا للبيت بتكون سونج قلقانة فبيهديها تشانج وبيقول لها إن عيلته هيحبوها بتقابلهم الجد على الباب وبيقدمهم تشانج البعض فبتقدم سونج الورد لجدته وبتقول لها الجدة إنها مهتمة لأن الورد ده صعب تلاقيه وإنها تدور عليه علشان تجيبه لها ده يثبت إنها بتهتم بيهم وبتطلب من تشانج يقدمها لجده لكن الجد بيكون بيلعب مع تشو وون قاعد يتفرج عليهم أول ما بتدخل سونج بتقوم تشو تقدمها وإنها صاحبتها لما بتقعد سونج بيحاول تشانج يقدمها لكن جده بيقوله إنها محامية وهي اللي دفعت عنه كمان ساعدته في إنقاذ المصابين وإن تشو هي اللي عرفته بكل معلوماتها بعدين بيقدم لها هدية من أهل تشانج وبيكون عبارة عن كهرمانه اللي بتحكي لهم سونج عن قصته بيفرح الجد بيها لأنها مثقفة بعدين بيتجمعوا سوا وبيجهزوا مخبوزاته هم مبسوطين بيوصل أهل تشانج بالليل وبيخرج تشانج يستقبلهم مع سونج لتشانج إنهم مش هيسافروا تاني وهيرجعوا للمستشفى اللي فيها تشانج علشان يكملوا شغلهم بيتصدم تشانج لإنهم هيتابعوه هناك بتفضل العيلة تضحك على الأكل بعد ما بيخلصوا بتخرج سونج تتفرج على النجوم ومامة تشانج بتلبسها البلط ولكن سونج بتفكرها تشانج فبتتكلم على السماء والنجوم لما بتعرف إنها مامة تشانج بتتكلم معاها وبتفرح الأم بسونج وطريقة حبها لتشانج كمان بتكون عارفة بذكرياتهم سوا بعدين بيتفرجوا على الألعاب النارية وتشانج بياخد سونج لقطه علشان تتفرج أوضح فبتقوله سونج إن عيلته حبوها وحبتهم وهو رائع تاني يوم بتخرج سونج وبتلاقي كيس فاتاخده وبيكون نفس القميس اللي وقع عليه زيت واللي بيكون تشانج زينه بوردة لما بتنزل بيقول لها تشانج إنها وردة القرنفل وإنه حابب طفل منها وبيقطيعهم صوت تشو اللي بتجري ورا ونه بيلعبوا سوا فبيقول كل ادنين جملتهم لكن وون وتشو مش بيعرفوا يعبروا فبيتحيلوا على الأجداد يدوهم الأزرف بعدين بيقعدوا مع بعض وبيقول لهم تشانج إنه قرر مع سونج إنهم بيخططوا يجيبوا طفل وبتكون سونج متوترة وبيقول لهم تشانج إن سونج عايزة يتجوزوا الأول بيبدأوا يحجزوا الفندق وترتيبات الجواز لما بيروح تشانج المستشفى بيدعي زميله كمان بيدي لتشونج رسالته اللي بيفكر إنه سقت لكن تشانج بيقوله يبص في آخر صفحة وإن تشونج كان من الطلاب المجتهدين عنده فبيفرح تشونج وبيحضنه بنروح ليوم الجواز وتشانج بيجهز نفسه بعدين بيروح لسونج يتقدم لها وبيتصوره وهم في القاعة سونج رجليها بتوجعها فبيقعدها تشانج ترتاح وبيدلكها بيجي المنظم وبيعرفهم هيخرجوا منين وإن تشانج هيخرج الأول فبيقول لها تشانج إنه هيجهز بتقف تشانج تستنى لكن بتجيلها تشو اللي بتقول لها إن تشانج خرج ومش في مكانه فبتنادي على تشانج تسأله لكن مش بيرضى يوضح لها غير إن تشانج مش موجود فبتفتكر سونج إنه عنده عملية وراح للمستشفى لما بيطلب المنظم من العرسان يخرجه بتطلع سونج لوحدها والكل مستغرب لما بيسألها المنظم فين العريس بتقوله إنه راح المستشفى وبتطلب المايك وبتقول إنها فخورة بتشانج وإنه على طول في المستشفى بينقص حالات حتى في يوم جوازه جالوا خبر إن في حالة محتجال وفرح لها كمان ما عندهاش مشكلة تفضل منتظرة لإنه استنها كتير فبيروح تشونج لتشانج اللي بيكون عامل مفاجأة لثونج لكن ثونج فهمت كلام تشونج غلط لما بيعتذر له تشونج بيشكره تشانج لإنه سمح له يسمع كلامها بعدين بيشتغل فيديو وبيكون تشانج بيغنيلها فيه وبيخرج لها وهما بيفتكروا ذكرياتهم اللي عاشوها سوا بيفرح الكل بحبهم وبيسقفوا ليهم والحد هنا بتخلص كسة مسلسلنا يارب يكون عجبكم تابعونا علشان تشوفوا ملخصاتنا اللي جاية وما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة واتفعل الجرس وتكتب لنا كومنت باسم المسلسل اللي حابب تشوف الملخص بتاعه سلام